اشتركوا في القناة هتفضل الغاية امتى تخلي الناس تقولك اختي الكبيرة ده انتو جنيات عواجيز عاشوا من 10.000 سنة موتوا بقى ورايحوا امي فبيوضعوه وبيقولهم اه بتمنى مشوفش خلقكم دي تاني ولما بيفتع عينه بيبقى مشلول مش عارف يتحرك حتى بيبقى مش قادر يفتع عينه فبيقولنا ارجعت الامير الضعيف والمنبوز دي في الراون ومملكة الراون موجودة شارقة قارة اوبليكس وانا بقى اميلي البلد الصغيرة دي وكا حيانا وكمان الابن اكبر لملكها حياتي كانت عسل في الاول طبعا بسبب ان امير وفضلت محبوص في القصر طول حياتي انا كنت عبيت وقتها كنت فاكري ان السعادة ادوم للابد وما كنتش اعرف عواقب ان الواحد يبقى امير محاولات تسميم فشلة تم استهدافة من اعدائك كتير كنت لازم نعرف انه نكرة خلينا من الماضي دلوقتي اولوياتي هي ان اتعافى بعد كده هنتقم منهم صبركم علي ده نتحطم الابطال من الام في السنين وربنا نطلعه لامكم اركبكم والف بقى مصر كلها بس انا اخيرا رجعت فبيبقى ديفي عام النفسه نايم فبتبقى هي دي الخادمة الوحيدة اللي كانت موجودة في القصر بس كواس انهم شغلوا خادمة واحدة فلما بتمشي الخادمة بيقعد يقلب علشان يعرف التاريخ فبيعرف انه على الحال ده بقى له 6 سنين فبيفتكر قبل 6 سنين وربنا نطلع الـ 6 سنين دول عليكم انا مش هرجع الودي التعبان ده تاني اللي انتو عارفينه وعلشان اضمن ده لازم ان اتعافى هبدأ الاول بالشفاء فبيحاول يستخدم سحره لكن مفيش حاجة بتطلع السور هتلقى ملغوشة هم 6 صور ده من عندهم مش مننا فبيفتكر بنت اللي كانت بتعلمه ازاي يتحكم في قوته وبيتقول له بانه ممكن يكون احسن حامل للقوة دي فبيبقى اسم القوة هي قوة السحر الابيض ودي قوة بيمنحها الحاكم لحبيبه وبتبقى البنت اللي ساعدته على اتقان السحر واستخدامها ليه فبتبقى اسمها ديفل صحقا بسبب اني مش عارف استخدم القوة بسبب ان جزمي يفضل رائد لست سنين انا كنت خايف لحسن كل الخبرة اللي خدتها من العالم دي تختفي مرة واحدة انا مش عارف اقوم شكلها لزقت شكلها احتاج وقتها عشان ارجع قوة الحقيقية حتى ابسط تكنيات الشفاء مش عايفة شغالها وبيقعد ساعتين يحاول لكنه في الاخر بيستسلم بس الاستسلام ده للضعفاء وبينجح المرة دي وبيفعل سحر الشفاء وبيخطو بعديها اول خطوة بعد استيقاظه على طول فبيبقى فرحان انه اخيرا شاف الشمس وسط فرحته بتدخل الخادمة عليه فبيعمل نفسه ميت فلما بيجي الدكتور يكشف فبيبقى عمالي الكرة عليه فبيقول ديفي بان عايز يسكى العجوز ده كاف بس للاسف لازم ان اتصرف كامير فبتدخل واحدة وبقوله انت لسه عايش والولية دي بتطلع عن الناس سممت امي علشان تاخن مكانها في العرش لا تخافش من العبيطة خاف من خلفتها اولا اللي رماني بالرمح اتحبس اصلي دي بحاولة اختيار امير فبيسأل عن الطريقة اللي اتعاقب بها لو غاد دول بس للاسف القضية تقفلت اه لو كنت بس موت فبيقولها يا رجعيتي للحياة حرقكي اوي كده فبيتري عليها كارلوس بانه اتضرب واغم عليه ده انتعار فبيقول ديفي بانه استخدم السحر الابيض قدامهم لكن محدش لحظه فده ممكن يكون بسبب الفرق القوة بينهم لنسبة العيلة اللي خسرت مكانتها في مملكة رون لما شفتها هي وابنها كنت عايز اقتلهم فبيقعد اسبوعين بيكون ديفي في الوقت ده استرجع جزء من قوته وبقى بيعرف يتحكم في المنة فبتنادي علي ايمي بتستازل علشان تدخل فكان مستني حاجة كبيرة منها بس جابت له شربة الاحباط ده اعمليلي كمان خمس اطباق معلش قصد عشرة معاني حاسس ان بطنها تنفجر بس بسبب سحر الشفاء شهيتي اتفتحت فبتجيب له ايمي الميزانية فبيطلع خربها بسبب الاطباق اللي كلهم كان المفروض يتغز عليهم لعشر سنين قدام اكيد فيه حاجة غلط هو كام عدد الخدم اللي في القص من ردة فعلها دماني انه هي الوحيدة هو اشبه من منزل بس كان ساكن فيه ملوك قبلي خادمة واحدة بس اللي شاهدت كل العباء دي انا ما قليتش قبل كده من الكمية اللي بقولها فبيسألها هو كام الدخل اللي بيجي فبيطلو 600 قطع اذابية ده مصرفاتي بس انا المفروض بيجي له 500 كل شهر بس اللي بيجي ليقل من 100 هو بينصب علي ولا ايه هو انت بتخدي كام في الشهر فبيطلو باخد التلت فبتبقى ايمي شغالة شغل الاصر كله بسبب فقرات شديد فلما بيلاها دمعت بقول لها خلاص خدي مستحقاتك من اراداتي وخدي لي للادارة المالية فبننتقل للادارة فبيبقى المسؤول هناك فبيقوله بان حصل تجديدات فلوسه ما صاري اتطرفت على القلعة والفلوس اللي اتباعت بعد تهالك فبينزل ديفي عليه سلخي وتحقيق وبيعودوا بانه يرجع له ايه رأي يكون نكمل في القصة دي ولا لأ لو عايزيننا نكمل انزل اعمل لايك واشتراك في القناة اكيد الخدم كانوا لازم يخلعوا من القصر وكل الشغل نزل على ايمي في الاخر ايمي هو ممكن تجيبي لي سفر ما تقلقيش مش هطع راس حد انا مش بخطط اتل حد غير الاوغاد اللي بقول عن نفسهم نبلاء لو قتلت حد هيقوله بان الامين اتجنن ولازم ان ننفيه وطبعا النبلاء مش هيتمنعه بالقوة انا مش غبي علشان ابقى كبش فدى للاوغاد دول فبنروح لقصري للناس فبتبقى بتتكلم مع الخادمة بتاعتها على ديفي بانه اتغير فبتقوله بان نميبش بالعافية يعني ااخد سانع علشان يتشفي فبتقوله شارلي انت متأكدها منك مغبرة من الدرجة ايه مش مثلا من الدرجة سيه نقابة القتل اللي موجودة في العاصمة لهمش فايدة انا شك في حاجة الامير الاول اتخلى عنه بعد ما استفق بعد 6 سنين هلازم انا خليه تحت طوق امري ركزي معايا كويس علشان المرة دي مش هعديها على خير معاكو فبنروح لتاني يوم فبتقوله ايمي انت رايح تستكشف الحديقة اه الجو حلو النهاردة روح انتي لو حد دي جي سأل عني بلغيني فبيروح ديفي استكشف التدريب كان بيحور على ايمي وبيفعل مجال حواليه علشان يتضرب على تكنية تنفس المنة التكنيات العادية بتاخد شهور علشان امتص المنة لكن التكنية دي معجزة بتبقى فايدتها في ايام بس لو حد اعرف الحواردة هتحصل صورة كبيرة فبقى في شخص بيرائب ديفي لكن على مين ديفي بيلحظه فقول ما بيعرف ان ديفي عرف مكانه بيهرب على طول بين ان العيون دي من الملكة وامثل ان ضعيف بغبي بسبب انتشار مجال تشوية المنة شكلهم فقدوا اثري فبيفعل دائرة المنة وبيقول بان الكانة بيستخدمه السحر الابيض والصحرة بيستخدمه السحر لكن اللي اتنين مش بيعرفوا يستخدمه استحضار الارواح لكن اقدر استخدم التالتة لان الافريكي المطرشم وده في فضل الباحثين المجانين دول فبيبقى بيستخدم الطريقة وبيقول بان السحر بترسم دوائر على قلوبهم بس لو عملت كده هنحرف على الدائرة بس في دائرة تعلمتها وهي اسمها داريت كاريتري من خلال مطابقة الشرايين في جسمي بعمل دوائر معقدة وبصب المنة فيها بيستخدم الجسم كله وبيستخدم برضه القلب كدائرة ده اشبه بتعديل الجسم اي خطأ لو كان بسيط انا عايش بفضل البحثات اللعنة هو انا انجح المرة دي وانا حد بيمسك ايده فبيتخيل عقله بانهم لسه وقفين معاه وبيسندوه هبدأ بالدم يلا نجرب فبييجي الليل وبتبقى ايمي لسه قادة مستنيها وبتقلق اللي هيكون حصل له حاجة فبيطلع لها من وسط الشغر وبيترمي عليها وبيغمو عليه ولما بيفتح الباش عينه بيبقى مرمى على السرير وبيبقى ساحل ايمي وراه اه نغم علي انبارح بس دائرة الشريرين اجتملت بنجاح كده فيه تلت قوة بتمشي في عروقي وفوق كل ده بيبقى تأثير تاني مميز بتحريك بس صباعي بقدر اعمل تعويزة صغيرة فبيلاحز ان ايمي ساحت وبيلغي سحره فبنروح بعد خمس شغور فبتكون ايمي لقيت شنطة عشاب وبيقوله بان قبل تلت شغور اجتملت دائرة الشريرين اي حد في قلاتي يقدر يكل اللحم والخضار انا حاسس بحاجة غريبة في شخص بيقرب ايمي يلا نمشي بان انها ينقابل ضيوف وهو مرشد الملكة فبيقعد يتفحصه هو انت بتتوقع انها بقى كويس قريب فبيقوله بما انك قعدت في السرير كتير فخطر ان استخدم السحر الابيض عليك فكويس انك قادر تعاعد الوقت ده ما استخدمتش حتى تعويزة واحدة للعلاج عرى عليك انت مش عارف تعالجني علشان انت مش عايز فبيرد عليه بانه مش عبيده ومش فاهم اللي استعماله المعرفة للسحر الابيض تم منحها ليه من كاهن اصح انت عبيد زي كارلوس فبتدقى يا ايمي وبتوغزه فبتاخد اللي في النصيب بيبقى اني جيت المسافة دي كلها على الاقل خليها توصلني لحد الباب الفحص خلص اشوفك كمان 15 يوم وصليه للباب يا ايمي فبيوقفها المرشد وبيقولها بان عايزة في خدمة ملكية لو ما جاتيش الليلة حياة الاميره تبع في خطر فبيبقى ديفي يسعب سيفه وشكله مش نوع على بر وبيروح اتجاه مساعدين المرشد وبيقول بان لو الكسل هو مفتاح التقدم هيكون الغضب هو القوة الدافعة ويسيبهم متقطعين كشراحة توست فبيروح لامي والمرشد وهو بيقولها بان الحياة الامير ديفي في خطر والملكة مدياني كل الصلاحيات لكده هو انت فاكرة بان في حد في المملكة دي واقف مع ديفي بتاعك ده ولا هيجرق يزيه فهيواجه الملكة فبيبقى ديفي قاعد وراب يسمع له لانت كنت محتاج عزر فبيرقدو ديفي على الارض او بيبقى متفاجئ منه بيتحرك ايمي هي ايه عقوبة الطامر ضد العيلة الملكية فبيقوله انت ازاي تقدر تتحرك فبيرد عليه بانه هو ده سبب انه لسه في الطبقة الدنيا احنا مش محتاجين سحرك المعفم من الاول ايمي هو انا افضل عيد كلام كتير هي ايه عقوبة الطامر ضد العيلة الملكية فقبل ما حتى تتكلم فبيكون ديفي قطع رقابته وبيكمل بان العقوبة هي الاعدام فبيقول للمشرد وبيطلع اخر انفازه بان الارض العريقة مش هتسكد عن اللي حصل فبيشكره ديفي عن تحذيره لكن انا اضمن لك العكس فبيطير حرفية رقابته وبيكمل بان اللي وقفين جنبك هيختفه بسرعة انت باين انك اتجننت علشان تقتل تابع من الارض العريقة انت ازاي اتجرى تتعمل كده فبيقول لها انه هدي تتابع بورت حياتي كلها انا عقبته حسب القانون وفي حاجة غلط عملته مش كان مضحك لما انا كنت في غيبوبة قوانين المملكة ما كانتش وحشة جدا كل اللي حصل ده ولسه جلالة الملك ساكت انا عقبت الشخص اللي كان بيتأمر على العيلة الملكية هو انت من ام تبقيت حياتي الفرد من العيلة الملكية اقل من التابع اقل حتى من المستوى الادنى فبتوقت تسبيله وبتشتمه وبتشتبه بامو اللي هي سمامتها فبيطلع نية قتل وبيقول لها جلالة الملكة مش شاتم واحد قدامه حاجة مغزية وبيدخل الخدم اللي كانوا شغالين عندي ديفي في القصر وشارلي بتلفه بالسلسلة الكوة الزيادة دي بتود صاحبها الموتو ما حاولت برضو قتل واحد من نفس العيلة الملكية مش بيختلف مستحيل وعرف ان قرلس هو سبب فبيقول ديفي انا مش غيبي علشان اخبي بتاطر رباحة لمدة اطول من كده ولو خلصتي اطلعي برا قصري وهتيلي خدم بدل الخدم اللي خدتيهم وجدتلي لقصري انا خلصت اتفضله برا علشان انتم السيدات تليه بقصري فبتدخل الملكة في حالة جنون في قصرها وبتقعد تقصر كل حاجة حواليها خليك مكمل في تصرفاتك هتودك لنعشك هتكون تبا بوفاتك وبيخلص اليوم وبيبقى فيه شعات طلعت على ديفي وبيقول له عليه مجنون وبقى عالله فوت على اخر فبيبقى ديفي قاعد بيفرج عليهم وهو مبسوط وبيقعد يتكلم شوية مع ايمي فبيجي شخص وبيبقى ده كبير الخدم للعيلة الملكية واسمه هو بيزفوس فبيبقى جاي بالناس اللي كانت مختلسة في لسه من الميزانية فبقول له ازاي دول بتعقبه فبيرد عليه بانها تبقى حسب اوامره لكن في العادة بتتقطع رأسهم هم وعيلتهم فبيقضي يترجف ديفي علشان يسامحهم فبقول انا بعتقد فبيقضوا يتوسله وبيقلوا بان الاشياء دي غلط بسفس حطهم في السجن وما تدهمش نقطة مية من دلوقتي احسنهم انه يموتوا علشان يكفروا على الفلوس اللي خدوها ما اني مش فرحان لاني ده كان طالب الملكة هاو دلعب معاهم لان الوضع بقى مسير للاهتمام وهيتم قطع رأسهم بعد تسعة ايام فبيقلوا المناصب الفاضية هيتم ملقاء على الظهر فبيقلوا ديفي بانه هيخلي ايمي وعايز يعلي ردبتها لكبيرة الخدم ودي لها مكافأة اضافية هو انا قادر اشوف ابويا فبيقتزله بسفس بانه ممنوع لسه وخليك صبر شوية وانا هتكي لنا صحيح انا كلت الاكل اللي انت بعدته فبتبقى الاميرة التالتة ويندي قعد عليه انا معرفتش اني معاه بسبب اني محطتش عليهم يتعاكم مانا فبيجي الاميرة الرابع باريس وبيشيلها وبنعرف ان الملك ميتجوز تلاتة اليس وانيشا والينيس الحالية اليس والينيس انقسموا وكانوا ضد بعض لكن التالتة كانوا في حالهم فبارس وويلي هم ولدها احنا اخوات لكن من امهات مختلفة فبتقعد ويني و باريس يدوروا الضرب في بعض وبيقعد ديفي وويلي مشاهدين المباراة الـ www اللي بتحصل فبيقول لها ديفي بان انيشا بعتت بنتها الاولى لمملكة اجنبية بسبب لينيس فبيعوضوا حرفيا فصل كامل بيسألوا عن احوال بعض وبيفتحوا مع احوار مسابقة المبارزة وبينزالوا دق في بعض عشان كانوا عملينها مفاجأة فبيدي باريس ديفي جواب وقوله بان دي مسابقة بتتعامل كل خمس سنين وهتتعامل السنة دي في مملكة بيليستي ودي بتبقى مسابقة لتنغم القرات وبيشارك فيها المرتزقة والنبلاء فبيقول باريس بان احسن له ييجي علشان هو مخرجش من مملكة قبل كده تعالى معانا بيتقال بان مملكة بيليستي جميلة فبيوافق ديفي ومن هنا بتبدأ الاحداث تخرج لقتلات حماسية فبيبقى بيزوف يتكلم معاه حتى على خروج رون لمسابقة المبارزة ما تخافش السيد الشاب بقى احسن وافضل استقامة هيدوه وادرقه بقى اعلى حتى انا اتفاجئتي بعد ما شفته فبيقول له كفاية بانك بتعترف لده فبيطلع بيسموس كان بيتكلم مع ابو ديفي فبيسأل ديفي الحتة اللي على الجبل وبتبقى ايمي فرحانة انه هيخرج فبيعدوا عليه وينلي وباريس وبياخدوه بيمشو وبنعرف ان ممسابقة المبارزة القرية دي بتبقى ممسابقة بتجزي بانتباع العالم كله لكن انا مش هشارك بسبب حجة مرضية لو كان باريس ادري على انه يعمل حاجة مكانت الاميري التاني كله ستتأثر اكيد وده سبب موافقة الملك على مشاركة باريس بسهولة زي ما تكون متأكد ان باريس مش هيعرف يعمل حاجة او بتخطط لحاجة تانية فبدخل شمس المملكة الملكة شارنيز الراون شمس المملكة دايبة والدي دي المرة الاولى اللي قابله فيها بعد ما صحت من الغيبوبة انت كنت بتحبيني كويس من نص السنة اللي فاتت فبيقول لي باريس ارفع راسك انت عندك السقة فبيقول اه انا عند السقة نقدر امسل مملكتنا من خلال انجازاتي فبيناحز ديفي وهو واقف في شموخ فبيسيبه وبيمشي وبيقوله انا فرحان انك في صحة كويسة باريس انا مش اصدق انا عاطفي بس هو ده الملك ما بقاش مهيب زي الاول هو اتغير للدرقة دي زي اسد عجوز مرهق فبنروح لتاني يوم فبيبقى ديفي والشلة راحين المملكة بعربية فبيقود يتكلمه عن مسكراته اللي عزو بالله يا عزيز المشاهد فبييجي الليل فبييجي باريس يشايك على ديفي اذا كان عايز حاجة فبيقوله باريس بان حاول يقلل الموكب علشان ما يبقاش عيبة عليه فبيقول ديفي بانه عارف بان المرحلة كايت ممكن تغلص بسرعة لو ركبوا العصنة بس هما بيراعي وانه تعبان فبيودع باريس ديفي فبيقول لامي بان الامر حلو النهاردة وبيقطع غزن زي عادة تأهيل فبتتسلم من الحراس فبيقول في خمس مرافقين واربع منهم نخبط خبراء صيف فالدنيا امان طالعا ما حصلش حاجة كبيرة زي تمرضوا هجوم من قتله في حوالي 20 شخص هنا اظن انهم كانوا بيخططوا لرجوم لما الكل ينام هما عارفين ازاي تخفوا صح من واضح ان يقول ده بسبق الولية دي دي فرصة بالنسبة لها حلوة علشان تخلص مني ومن باريس ويني اكيد مش هتفوت فرصة فريدة زي دي الصراحة انا مش فرحان وانا بكشف عن قوتي لكن لما بيفكر مش بيبقى مهم الناس اللي شافوني الليلة مش هيفضل عايشين فبيفضل دي فدعيكم وبينزل طلطش فيهم شمال ويمين مش عاتق حد خالص انا عايز بس اتاكد ان الملكة الناس هي اللي بعتاكم درغم ان ناحياتكم على المحك الا انهم مش عايزين يقولوا حاجة طالما مش عايزين تتكلموا فده مش هيعمل فرق محاولة الولية دي انها تقتل ثلاث افراد من عائلة الملاكية هيعمل ضجة كبيرة حتى الملكة الناس هتواجه صعوبات هو فيه سبب علشان تبقى واسقة من نفسها زي كده فبينزل على اتنين بينهيهم ياه فبيهرب التلاثة علشان يشتتو ديفي لكن ديفي بيبتسم بخبس وبيهجم عادي واحد منهم في لحظة دهشة منه دي مزايفة ياوغاد فبيقطعوا مش راحم فبيقولوا انت وقيت في الفخ ازاي اساسي لاختياله والصبر فبيهجم على ديفي اللي اتنين التانين فبيهرب التالت بسرعة والاتنين التانين بهجومه من الطرفين فبيبقوا عظام طريقة على ديفي المطرشم انتو ضيع طولي وقت انا كنت شغال على ده بعد ما قتلت صاحبك طالما مروحتش الجزء التاني من الكرة فبش هتبقى يادر على تفاديها فبيديله سلسلة ضربات تلاتة في واحد ديفي بيعمل عروض كمان وبقول سحر استحضار الارواح بيتسبب في موت الارواح الغير ملموسة لطريقة وحشية بس اللي علمني ده قال لي خلص الحور بشكل صح مظهر شابة الرحمة اللي عايزيني اتلوك هو ده اللي اغتيالي المسالي طالما محدش اكتشف انك الفاعل فبتقول لي نيس هو ازاي ده حصل فبترد عليها شارلي ان كل الشماء المتصلة بحيانات التلاميذي اتطفت كلها انت قصدك ان تم القضاء عليهم طب هو فيه اخبار عن تلاتة دول بقى انه مصل المملكة بيليستي طب تضربها للناس وبتقولها بان مستوى نقابتكم متدني بعدتي 25 واحد وماتوا فبتقول لي احنا لسه مندور عليهم لكن الامير دي في عنده مساعدين هو مين اللي ممكن يكون بيساعدوا خلاص دورينا على المساعدين دول بسرعة وانا اخليهم يندموا على ده ما تنسيش انا مش مشغلك معايا ولا بداعمك علشان تفشلي لو ما نجحتش المرة دي هلغى عقدنا ساعتها استخدم قوة علب باريت وحتى قوة المملكة علشان احمل نقابة الامر اللي سود فبيكون ديفي في الوقت ده وصل لمملكة بيليستي اخيرا وصلنا لمملكة الماء وهي بيليستي هي بتعتبر مدينة مش مملكة لكن فيها صار تاريخية وبتعتبر من اجمل الاماكل في القارة في الحلبة دي هتتعامل بطولة المبارزة بالصيف المكان ده كان اصلا مكان حروب حتى البلدة دي مشهورة بالمقاتلين واللحوش بيتقاتل مع بعضها علشان تعيش حياة برية وفيه كم واحدة يشارك في البطولة دي فبيقعد باريس يجيب له المملكة كلها فبيقوله دي مجرد بطولة غرور بان المملكة المشاركة وكمان هتبقى مملة لان اللي هيشارك يبقى تحت العشرين سنة ونفسة اطفال فبيتقوله ويني بان ابو طويلة الغابي ده هو اللي يمثل مملكة رون في البطولة فبيقول ديفي بان مهارة باريس متوسطة مستوى اقل من معلم مبارزة بالصيف لكن بالمقارنة مع عمره فده جامد عايز اشوف هو بيقاتل فبيتقوله ويني بقى ممثل مملكة فان هتكون اميرة السيف فبتتري عليه ويني لان ديفي مش عارفه فبتحكي له عنها واسمها هو الينا وهي الاميرة الوحيدة اللي في الباد لانها بنت على تسع اولاد ومن هنا بيبتدي القسم التاني فبيتقوله ويني بان ده الصيف المفضل للحاكم واسم السيف كالديراس واحدة من التحف اللي اتعاملت من مهات السنين فبيقول ديفي صيف الحاكم كالديراس ياه عدت فترة من ساعة ما اسمعت الاسم ده لان معلم اللي كان بيضربني هو حاكم السيف هاريس بالرغم انه كان كسول الا ان مهاراته عظيمة فاسمعت اسم السيف ده اكتر من اسمي وبيتقال بان السيف ده هو اللي اتقتل بيه ملك الشياطين بس انا حاسس بحاجة غريبة فبيتعدي واحدة من جنبي ديفي وبتقعد تبص عليه فبيقول له شخص هو فيه ايه فبيقول له ولا حاجة يلا نكمل بيتقال برضو ان السيف الحاكم كالديراس ما اتضرش قبل كده واسمعت انه متصل لنا وبايت جوال لنا دي هي سيف روحي يعني السيف بيبع عنده عاي خاص فبيقول له باريس وبان مش كده وبس بان باريس باشا بيضحي النهاردة مش هو ده سبب شرية الينا الوحيدة السبب انه اجمع البنات اللي في القرى فبتلمع عند ديفي لما بيسمع اسم البنات فبيروح بعدها يطقم وبيلبس الحتة اللي على الحب فبتبقى ايمي مزهولة به لان شكله الاول كان عامل زي الشحتين ياسطنى واحد جاي يتفرج مش حوار فبقول له بان حياتهم مش بسيطة بطولة السيف هو ممكن بتجمع فيه كل البلدان فبيجي يتفشخرب لبسهم فبيروح لحفل ايف وبيكون باريس ووللي متقمين هم التانين فبيعاكس ديفي ووللي لكن عينة الجولة بيفتع على باريس وبيغير فبتدوس ووللي على رجله وبتسيبه وبتمشي مع ديفي فبيروح للحفل اللي كل حاجة بتلمع فيه حتى الناس بتلمع فبيبقى المحقق ديفي قاعد بيحلل في الناس والمجاركين في البطولة فبيبقى باريس ملموم عليه بنات قاعد كده وانت وافه خلاص فبيعادي يتكلمه هم بيرقوسه فبيجي شخص غريب اللي عنده اللي جابه هنا انت طرفيه يا ووللي فبتبقى ووللي متداق جدا فبيزعى ديفي وبيروح يتكلم مع ووللي فبترد عليه بالرافض فبيقول لي ديفي اعظني على وقاحتي انا من مملكة بوليستس الامير الرابع فالتيان بوليس فبيقول له انا ديفي لكن فالتيان بنساك لما بيسمع اسمه فبينفض لديفي وبيروح ينزل على رجبته وبيطلب من ووللي رقصه فبتسيب ووللي وبتمشي لكنه بيتداق وبيروح يشد ووللي من ايديها لكن ديفي اتصرف معاه فبيقعد ديفي يقلل منه وسط نبلاء التانين لكنه بيقوم تاني وبتحدى ديفي المراضي في مبارزة ما تدخلش يا اميرة دي حاجة خاصة بكرمتك يا فارس لكن بتدخل بنت وبتقول انت عارف انت بتقولي يا فالتيان خلينا اسألك يا فالتيان انت ليك اصلا الحق في استرجاع قرمتك فبيقول ديفي واحدة من اعظم ثالث مملك في القرى هو الملك الاصلي للسيف كالديراس ومؤسس تكنية كاليمور المفقودة اللي بيقدر يتكن التكنية دي بيقدر يسببه توسنامي بحركة صيفهم بس بسبب ده العجوز الكسول جامد هاريس فبتكون البيت دي هي اميرة السيف من مملكة فلان وحملة صيف كالديراس لكن الينا فيها شبه من هاريس فبتقوله انت قول تيمين شوية فبقول لها ما تخديش بالك فبتكمل تهزئه في فالتيان فبتطرب مني فبتقوله الينا بان خلاص الحوار خلص فبيرد عليها بان اتكرر لي انا مش انت قلت يا فالتيان انك عايز مبرزة انا موافق عليها فبيحاول باريس يفهمه بانها هيبرزة ومبارس صيف فبقول له فالتيان بانها هيحرج نفسه قدام اخواته لو انت تزللتلي واعترفت بالهزيمة هسيبك تمشي ما تيجي نخلي مهاراتنا هي اللي هتتكلم خلاص تمام لو انت هزمتني هتزللك واعترف بالهزيمة فبيقفوا قدام بعض فبقول ديفي بانه مش عارف يعمل ايه لان الكل فاكب بان ده جسم امير ضعيف استايقز قبل سنة ونص وانا الصراح مش عايز اقاتل لانه اقتل عيال في الاخر فبيقول له فالتيان هو انت خايف انا بقلي ساعتين مستنيك علشان تعمل حرقتك الاولى من العر ان الاميل ما يستغلش الفرصة دي بس ممكن ده يكون بسبب انك عارف انك هتخسر فبتيجي لديفي فكرة لكن ديفي مقار برضو فبيديله بالقلم بس شكل ايه ديفي طرشة لان فالتيان بيقع من قوتها فبيقع بقيت انه بلاقي يهده في فالتيان وبقول له بالنعار فبيتدايق وبيقع ديفي بالقتل فبيتحك ديفي وبقول له مهراتك راضيقة مش هتقدر تازم فن السيف بتاعي صحقا صحقا ووضاياته غريبة ومش عارف حتى يستخدم السيف مستحيل اخسر لكن ايه اللي بيحصل فبيديله ديفي واحدة بتخليه ينزف فبقول له ايه ده انا ضربتك تاني فبيقعوضوا انه بلاقي يتمسخره عليه وبيعملوا عليه ممز اخرصوا يا حقراء طالما مش عارفين حاجة متتكلموش عليها فبقول له ديفي ده شكلها راح تخالص منه بسبب ده اتعلمت تقنية السيف ده ويا تقنية السيف المخمور زي ما بيقولي الاسم ده فن السيف ده غريب ده اختراع من اكبر مصطول بيحب الساكي زوره قزي دق غون انت كنت فاكب بان تقنية هريسي الاقوى شار فبيقول له دق بان عمل تقنية شريرة جدا لو كان الشخص ده مش محتاج تيتيله استخدمها خليه زق كده فبيرد عليه ديفي بان يخليه في حاله الاسلوب ده شرير لدرجة خلى عظم السيفين يحراموا عليها استخدامه ممكن بسبب انه قوي وحد لا بسبب انه بيهندل اي حد وبيخليه يقف التقنية ده جبارة ومفيدة فبيبقى ديفي الخنزين نازل طحن ومسح بقامة فلتيان في القاعة قدام النبلاء لكن فلتيان بيشد غضبه وبيفعل هالته على الصيف وبيقع ديفي بالقتل وبيقع جمع عليه بكل غضب فبيبقى ديفي مش عارف يعمله لانه صده يعمل ضجة وفيه كمان حد بيراب تحرقاتي وبيكون سيف فلتيان سنه وابرة بينه وبين ديفي لكن هيهات هيهات ديفي ديفي بيشكله وبيرميه زي برميلة طرشي اظن النفوس فبيقضوا انه بلاقي عظمه فرون ويسيبه في فلتيان فبتكون ايلينا حاسة بان فيها غلط وبتتكل في الاخر فبيروح اخوات روني يتطمنوا عليه لكنه بيستريح لما بيتمشى ولما بيركبوا العربية بيبدأ روم محاضرة في خطورة اللي عمله فبيروح لفلتيان اللي تجنل على الاخر وانبت منه فبيبقى نازل سب فرون وبيطلع تقربه من ولي خطة من الملكة الانيس عايز تقتله انت بتتمنى قتله فبيقوله انا سألتك انت مين بالزبط فبيتقوله بانه هتساعده في انتقامه وهساعدك كمان بتمزيق جسمه وتكسر عظمه انا اسمي شاريو مش بتفكركم في حد اللي عارف مين هو ينزل يقول في التعليقات فبيتسيطر عليه وبتقعد تلعب بدماغه علشان تسيطر عليه فبيروح لديفي فبيتقوله واني باني جاولي اتبريس الرابط فبينتقل المشهد للساحة اللي واخده الطرز الروماني وبيكون فالتيان مستني اللحظة دي وبيبتسم ابتسامة خبيثة فبيبقى ديفي وقف مع الجمهور مستني مباراة باريس اللي هي بعد الظهر انا مرضيتش ياجي الصبح علشان ما تفرجش على العبس ده بحجة انه مريض فبيروح يقعد جنب بولني فبتقعد تزنى عليه فبيقول ديفي بانه قدر يستدعي الدار يتمنى من هو صغير امتلكت قوة جبارة اه ده رهزم بقى الملوك والمختلين لكني ما تقنتش التقنية فبيطلع باريس وبيحيي الجمهور فلما بيشوف ديفي خصم باريس بيطلع فالتيان فبيقولي الحكم بانه مسموح بالعجمات بالسيف لكن العجمات اللي بتعرض حياة الخصم ممنوعة وممكن كمان تتعاقب لو فعلت قلتك على السيف المبارزين يتحضروا للمبارزة ابدأوا النزال فبيبتدي التانين يهجوموا على بعض فبيقول ديفي بان حركات فالتيان اتغارت عن مبارح طبعها اقوى لكن اسلوب باريس اقوى بكتير من فالتيان ممكن كمان فالتيان ما يستعملش ضربة باريس فبيحصل تصادم بين السفين ونتيجة الصدام ده بيتطايع شرارات بيتفاجئ الكل فبيتحك فالتيان وبيبادر بالهجوم فبيقضي المحاكك ديفي يحلل فالتيان وبيقوله وازاي بالكوة دي هو ليحي اتطور من مبارح بس ده مستحيل حتى العبقار بياخد وقت وجهت لكن فيه حاجة غلط فبيقول باريس هو فالتيان بيتطور في النزال انا نازم ان اتضرب بوجهت اكتر فبيروح لفلاش باكلي ديفي وباريس فبيقوله باريس بالنائبة يا فارس لما يكبر واحميك انتولي لكن بعد 6 سنين شايف نتيجة تعبك لكن فيه حاجة غلط في فالتيان هو ازاي قدر يكون قوي في الفترة الصغيرة دي عامل لكنه شخص تاني والشعور ده شعور غريب وخطير فبيهجم باريس على فالتيان لكن فالتيان مبتسم هو بيحاول يقتني دفع الهالة المنة على السيف وبيهجم عليه فالتيان وبيختار الجسم باريس فبيروح لباريس اللي عملت ضرب طول الليل فبيقضوا يدردشوا مع بعض فبيروح ديفي وبيعمله مساش بس بالمنة فبيقوله سيب ناخد نفسي هو ده تدليق ولا محاولة قتل فبيكون تدليق ديفي لتنشط الجسم يدبان سهلة لكن هتعمل ضقة في العالم ده فلما بيخلص ديفي على باريس قصد بيخلص ديفي تدليق لباريس فبيقول ديفي بان التدليق ده يخليه اتطور بسرعة بعد كده يعمل ديفي على باريس داري يتمنى علشان تحميه فبيروح للحاضر فبيبقى درع ديفي منع السيف من قطع باريس فبيتكون قوية لدرجة ان السيف بيتضر فبيبقى الجمهور مش فاهم حاجة وبيكونوا مندهشين من الدرع اللي حوانين باريس ده درع مانا ده موزهل مش الدرع ده بيتم استخدامه من الخبارة بس ما تنسوش لايكوكم الجامد واشتركوا من الفتاك لدعمنا فبيبقى باريس بيطلع في الروح وبيطلع دم من بقه فبيوقفوا الحكام المبرزة وبيزعى في واحد منهم وبيقول انت خرقت القوانين وحاولت قتل خصمك تصرفك ده ممكن يعمل حرب بين البلدين انا مش هقابلك لكن كمضيف للمنافسة احنا نقدم شكوى لامبراطورية بوليتيس فبيمسك فلتين واحد وبيفجر راسه فبيبقى مبسوط من منظر الدم وبيبقى الكيان اللي جواه بيسيطر عليه اكتر فبيهرب الكل لانه دخل في حلم الهيجان فبيبقى المشرفين مش عارفين يعملوا ايه وصي الدوشة دي كلها فبيبقى ديفي مبسوط وبيروح يطمن على باريس وبيستخدم المنا بتاعته وبيخليه ينام وبينزل ارض المعركة علشان يواجه فلتين فبيبقى فيه سعره بيحاولوا يوقفوه لكن مش بيتأثر بأي حاجة فبيتلمت كمان 15 ساحر لكن ديفي علشان فجر بيتقدم فبيحاولوا يوقفوه اهرب هتموت انت بيت مختلف كده ليه بس انا جيت علشان اتعامل معاك فلما بيشوف فلتين ديفي بيتجنن وبيزل قتل في كله حتى الارض ما سلمتش منه ولما بيقرب على ديفي بتدخل ويلي فبيبقى مش عارف يعمل ايه لانه لو اتفادها الدربة دي ويلي هتودع من اول 20 فصل من المنهة فبتشدوا إلينا من قفاه وبترميه وراء وبتوجم على فلتين بضربة النص لقاطع الجبال بتعمل اثار قوية من قوتها فبيقولها ديفي اه انت بتحاولي تسرعي فرسيتي مني لكن إلينا بتنصدم لاني بعد ما بيختف الغبار بيبقى فلتين سليم لو كمان بيزداد قوة فبتنزل تلطيش فيه شماله يمين وبتحدفه حتى بتوديه لحياة البرزغ انت سريعة في حرقاتك وسريعة في سرقة فرسي الناس ايا اي نعم اقوى من الحراسي التانين لكن إلينا كان لها رأي تاني شكلها متعقدة من مصاصي الدماء لانها بتأمرهم يلفوا بالسلاسل وشكلها مش نوية جبال بر لكن بتخرج شل على الصمت وبتسكب جسم فلتين وبتطلع قلبه فبيبقى فيه ضباب احمر مال الساحة بيخلي الكل يغم عليهم ببقى ان يولي كويسة فجي وقت الشغل يا كسول فلما بيحاول يستخدم السحر الابيض على ولي بيكون السحر الابيض واعي وده بسبب مستوى دي في العالي الواعي ده بيبقى خنزير بيشتغل على مزاجه انا عندي ثلاث قوة كل قوة سيئة امها واحد من المنة مجنون لكنه ضعيف والتانية مزاجنجية لازم ان تشرب كوبية الشاي علشان ترضى تشتغل والاخيرة هي السحر الابيض ودي اكتر واحدة فيهم كسل ضباب البوليسيرا انتشر والضباب ده تسمى كده علشان بينها بقوة الحياة انا حاليا قوتي في المستوى الرابع لكن المستوى ده مش كفاية فبيتحول لسحلية ده مريح بمنى مفيش حد هنا يشوف قوتي فبتبقى اليان لسه عاشة وبتتنفس بصعوبة ومتكئة على صفة ياه انت لسه عاشة ما قدتش متوقع انها لها حد لسه مافقدش الوعي بسبب السم ده الينا دي فلان وده بسبب انها ملكة الصيف بس شكلها حلو احسن لك اتراجعي استنى انت هتكون كويس فبيقول دي فيه مني شكلها ما لحظتش حاجة بالنسبة لامير كان في غيبوبة ولسه صاحي من كام شهر فده غريب جدا فبيقول الله الله اعلم انا منقصتك فما تكرهنيش فبتتقدم عليه وبتقول له تراجع انت وانا هتصدى ليه هي شخص عكس بارح عطفية جدا وكأنها قبلت عدو ليه فبروح لفلاشباك وبتكون امي لنا مصص الدماء انا مش هسامحكم ابدا يا مصص الدماء هخلص عليكم كلكم لغاية اخر نفس ليه فبيقول له يا ديفي انا مش عارف انت موسم مصص الدماء كده ليه سبيلي الموضوع ده وتفرجي وانت سكت عدواتي طويل من ساعة مقتلت مصص الدماء اظن انها كانت مئات او الاف السنين محدش يعرفه مقتر مني انا هبعتك لحياتك التانية عشان ازعجتني فبيصدي ديفي تربيته بداري ايدو وبيقول له شكلك ما تعلمتش من خسارتك مبارح جيه دوري فبيضربه في كتفه وسبحانه بطلع قلبه تحت كتفه موضت اختراك وعاية الدم فبيمسح ديفي بالارض فبتبقى لينا مش فهم حاجة لانها كانت فكرة ضعيف فبيكون ديفي ضمن المواقع حرفيا هو ايه المكان ده مش الفرسان والصحراء حتى صيفي ما يدروش يوقفه السم لكن مجرد انسان عادي مش بيعرف يستشعر المنة ده مجرد امير لسه صاحي من غيبابته من كم شهر بس فبيمدي لها ديفي ايدو فلما بيلاقى بتمدي ايدها قال لا انا مش بتاع عيال انا عايزة سيف بتاعك فبيقول له وانت عميت قديك شايف انه مخصور لا مش ده سيف اللي انا عايزه اصدي ده هستقيل منك سيف الحاكم شاكلي يا جماعة ديفي تلقبط بينه بنشقة الحاكم في بطل حداد قاعد حياته كلها علشان يصنع اسلحة كتيرة علشان يصنع سيف لانقاذ العالم واسمه حداد الالف يوم سورتر لو حطيت اي مادة هتبقى في ايدو كينز لا تقدر بتمن بصفتها الشخص اللي خاد بركة الارواح وباعتبره الشخص اللي قدر يعمل السيفة السحرية هو مشهور في القرى كلها وبالزات سيفه الاتناشر العظيمة اللي منتشرها في القرى بتعتبر السيف دي ككينز وطني وبين كل القطع اللي عاملها سورتر هو سمى سيف واحد بس والسيف ده هو كالدراس وفي لغة الارواح القديمة اسم كاردراسة والواس الابيض وبتعتبر سيف صورت من اقوى السيف السحرية لكن السيف ده بالذات كمميز ما بينهم كلهم لانه صنع السيف ده من طاقة حياته علشان تصحبه هريس والسيف ده طور نفسه من خلال تقنية اللي أنا سيف كامل من مجميعه فبيقعد السيف يشتم فيه ده انت صيف صدع صوته وزعك كمان بقولك ايه انا عايزك تتعاون معايا فبيتقوله لينا بان يرجع ولا فبيضغط على السيف وبيقوله بانك لو فضلت عنيت كده سيدتك هتموت فبيفعل السيف وبيرجع لطوله المعتاد فبيبقى السيف منداش لان السيدة لسه ما يقاضيتش لسه قوتها بس انت زي يديرت السادم قوتي يعني انت زنان ليه اديني بس قوتك وانا اكمل الباقي فبيضرب فالتيان برانين سيف الحاكم وضربة السيف البارئ كلايمور وانت تفضل مستخبئ لامتا انا كنت متوقع زور مصاص الدماء لكن ما كنتش متوقع خدمة مستوى عالي واحنا تقابلنا قبل كده يا سيدة الخدم اللي مش فاكرة هي دي شارلي اللي كانت مع الناس في كل حتة فبيتقوله لما تلاميذ اتقتله حسبت ان في حد بيساعد البشر من الخفاء لكن ما توقتش انك تكون انت انا عارف انك شخص مهم مش ينزيه انك تنزلي لان انا لما ببص فوق رأبتي بتوجعني كمان انا شايف اللي شايف وديفي قلب على ميلدوس ما انت اجي عمر فبتدائق منه لانيش مش هتتأذي بس العلاقات ما بين امبراطورية بوليتس هتسوق لكن بوليتس مش بالعظمة دي يعني لكن بما انك اتجرعت على زورك ليا ده معناه انك واثقة انك هتقتليني انت زاكية بس انا مليت منك فبتقوله انت بتتكلم معايا بوقاحة كده ليه يبقى تستقل اللي يحصل لك لكن ديفي بيتفادى ضربتها بكل سهولة لكنها بتنزل عليه بوابل من الضربات لكن ديفي مين قده بيتفادى كل اجمتها انا ما كنتش متوقع ده منك بس انت لسه بشري برضو وانت مش بشرية برضو فبتدائي منه وبتنزل هجوم عليه فبيروح لفلاشباك فبقول شخص مصص الدماء ده قوي جدا فبيرد عليه بان فيه مرشحين هم الاقوى بين فاصلتهم لكن الملك مجنون اكتر منهم اتلهم صعب جدا الا زواجة عدوهم الالف لو انت عايز تهزيهم او دي استفزي فيهم كل ما كانوا متدين اكتر كل ما سهل ازيماتهم لان مصصي الدماء متكبرين جدا وعندهم كبيرية عالي وكل ما كانوا اكتر نبل كل ما كان من السهل اغضبهم ده الكلام اللي يقولي حاكم السيف قبل ما يموت وبين ان امبراطورية فلان قامت بقريت شوية اهلا وعرفوا حقيقته فبيبقى هجوم المصص الدماء مستمر فبيحاول ديفي يرد في الهجوم لكنها بتصد بكل سهولة حاجز ضمور فبقول له السيف من شكلها نبيلة ومن كوتها فهي ممكن تكون ملكة اظن التعامل معا مستحيل فبيقول له انت فاكر انه مستحيل فبيتفادى بالعافية ضربة جديدة يعموه في مكانك بقى اخد عقابك وموت في سلام يا امير ديفي لكن ديفي كان ليه رأيه تاني لانه تجنب ضربتها وتسلق الصخرة وبيوجه ضربة شزايا جابل جراند فما كانش لها من فعل سوى الصراخ والانتقال لحياة البرزخ فبيقعد السيف يسأله وامين وازاي بيره في السادم كوة وحوار كبير ساعتها فبيقول ديفي هو يسدقني لو قلت له بان تلميذ سيدة هكون محظوظ لو ما حاولتش قتلي ليهانة سيدة فبتكون شرلي مختفية لكن جوهرها لسه موجود لكن الجوهر ده مش يختفي غير لما يموت كل البشر اللي هنا يعني الجوهر ده ممكن يتشال بعد كم شهر بسحن مستوى 6 واكتر والبشر اللي برا متراددين وخايفين انت اكيد سيد لانك قوي جدا فبيقول له لا انا مش سيد انا ديفي بعدين لسه قدامي وقتا عشان اظهر هالة السيف انا مخدتش القوة دي من قرارات عادية ممكن يعملها اي احد لكن ده بسبب تدريبي وخبرتي ايه المنهة دي كلها انت وحش يض وفوضة كله عندي سحر ابيض وسحر ظلام وسحر عادي عندك التلاتة انا ما سمعتش عن الحاجة دي قبل كده ده انت كافر يا جدع كفاية صدعتني اطلب منك تساعدني بما اني مش عايفة تحكم في وضع الحالي فخلينا ننظف الفوضى دي فبيقضي الكافر يقول حاجات غريبة فبتطلع ديفني زعيمتهم اللي علمتهم السحر هي اللي قالت له بكلام ده فبينزل نور قوي وبيستخدم سحر ابيض من المستوى التاسع بيخاف كالدراس لانه ممكن يموت بسبب السحر ده هو اللي بيحصل يا مجنون يا العين فبينزل نور شديد جدا بيننور السحر والمدينة كلها فبينزل نور شديد جدا وبتقسر الجوهرة عن نتيجة الدربة الجبارة انا حاسس بقلم شديد حاسس ان دهر اتكسر كالدراس انت لسه عايش وشكلي كالدراس انتقل لحياة البرزخ بالغلط فبيقع ديفي على الارض وظهره بينزف فبتجيله شاشة فيها كل احساته فبيبقى مستجل بالجنون بل نص سافر مجنون علشان نبقى دقيقين في الشتيمة يا مفترية انت اديتي من الموضوع حاجة زيادة عن حجمه بعدها نمت وباللاقى ايمي بتجري عليه حاسس براحة عالية جدا المعلم نايم والتانين هيموتوا واتطمونوا عليه برا فبسح على وين لي وهي بتعيط هو انا نايم بالي قد فبتقوله انت نايم بالك يومين حاسبت انك اتراف غيبوبة تاني انا حلمت بانك كنت بتحميني من الضباب الاحمر ما تقولي الحقيقة مش انت اللي تخلصت من الضباب الاحمر فبيقعد ديفي ساكت فبتكمل كلامه بانه لات علامة على ظهره عاملة زي العرب واحساسي بتمزيق ظهري ده كان بسبب العلامة دي ده ما حصلش قبل كده لما كنت في نعيم الابطال ده حجم علامة العرب كبير شويةين تلاتة اللي علجك كان كام من ردبة عالية ولما اختفت ضباب لانك في النص وعلى ظهرك العلامة دي طب انا مش عارف اعمل ايه هل اخفي قوتي ولا لأ انا مش عارف اين لا هيحصل لو كشفت عنها ممكن تجيب لي مشاكل فبتغط تدرش مع ساعتين على صحته فبيكون ديفي فعلا موازي بيبقى فرحان قوي وبيطور السحر الابيض من المستوى الرابع للمستوى التاسع وكمان مركز المنة تطور فبيبقى قادر على استخدام هالة الصيف فبيقوله انت متعرفش الفوضى اللي حصلت بعد مغمو عليك وبالذات الخادمة بتاعتك والاميرة إلينا كيب بتدور عليك وبتقول انها تودك للدكتور انا عارف انك تعبانة لانك سهرتي روح انت نامي لاني عايز اتأمن لوحدي وقبل ما تمشي بتطمنه على بريس وبتقوله بقى سليم زي البوم فبيفتح ديفي نافزة الحالة وبيكون ساحر بتلت دوائر وإلى آخر دي عاملة زي اللعبة او ممكن يكون بسبب استخدام السحر المفقود بجسم النجمي بس الحوار شكله معقد فبيقوله شخص بان من ناحية تانية انت فرحان لانك بيتقدر تبص على حالة الناس التانية هو الصوت ده جاي منين انت مين وازاي بتجرع على اخفاء نفسك واتقرب مني انا مش عارف مين الوغد الشجاع ده لكني لو مسكته هنيئا له فبيقوله انا هنا تحت يحول انا تصدمت اللي ان الختم بتاعي تفتح من غير قص لكن لو كانت دي ارط الملك فهتقبلها عادي فبيروح لفلاشباك لما ديفيكا لسه في نعمل ابطال فبيسأل هريس هو بيرسم ايه مقابد على رأساء عيون حمراء ومرهقة اظن انها شيطانة ومن جمالها فياكيد هي من الطبع العالية فبيرد عليه بان الشخص الوحيد اللي بقوله على كرونها مقابد انا رسمتها كتير قوي لدرجة انها علايت في ذاكرتي انا رسمتها لما كنت بشرية انا اتبنتها وعلمتها ازاي تستخدم الصيف وزي ما قالوا الاساطير لانهاء الحرب العظيمة الشخص اللي اطعوه ختمه في صيفي شيطان سادي الهوية بيرسيك فم فلان هو انت عارفني زي ما توقعت انت بتفكر في ايه بالزبط فبيقول لها انت لسه غيرة جدا كده فبيكتفها ديفي بالمنة بتاته طب اشرحين لي اللي حصل علشان انا مش فاهم فبتقوله احنا في علاقة تكافلية انت بتتكلم على ايه العلامة اللي على ظهرك ده ده بقى وعاها علشان يحبس روحي بالتفكير بان العلامة دي هتكون وعاها ختم ملك الشياطين برضو مش فاهم حاجة فبتقول تتمسكن على ديفي لكن مش بيجي معا نتيجة فبيفكها لله فبيقول لها ملكة الشياطين اللي كانت مختمة في الصيف ده عايز ايه مني فالصري لي ووضحي لي انا على الله خالص السبب الرئيسي في احياء الحرب العظيمة وايه في جنبي دي احلام العصر دي ولا وصيفك الدراس هو الصيف اللي استخدمه هريس علشان يخلص الحرب ده المنتشر والشائع لكن الحقيقة هي ان رايح ملك الشياطين تم ختمها جوا الصيف ده ودي الكصة الحقيقية لان اسميت الكصة دي من هريس نفسه هي دي ملكة الشياطين شكلها مزاي ملوك الشياطين التانين فبيتقول له انت شكلك عارف عن ختمي بس انا مستغربة انك لسه محافظة على وعيك فبيعودوا يتكلموا في كلام ملوش لازمة الملخص للهري ده كله هو انها انت قالت له لانه هو الوحيد اللي بيقدر استخدم الصيف بقواته الكاملة فبيحكي لها بانه عارف هريس وبيعود يتكلم عليك كتير واني نافزة الحالة دي قوة الملك والنافزة دي عاملة زي الالعاب اللي لعبتها في حياتك السابقة فبيروح لمملكة بيليستي بعد كزا يوم فبيكونوا محتفلين بتصديهم لهجوم وبيبقى فرحلين بديفي اللي خد العلامة والعلامة دي نادرة جدا ما ظهرتش من 300 او رو 100 سنة واللي بتظهروا العلامة دي يبقى اسمه حامل وما ظهرش لحد دلوقتي غير 3 حوامل فممكن ديفي اتباع في اي وقت لمملكة السحر الابيض فبيجأس ديفي حاجته بسرعة قبل ما يقوله وبيخلع فبتدائي لنا لما بترف ان هو واخوته هربه فبيكون لبسه شرح اللي حصل لاستيقاظ السيف ويزمته لمصص الدماء وبتوعده لو شفته هتسفلته وامور الفرسانة عشان يجهزه فبنروح لديفي الهارب فبيقضي يتكلم عن مملكة فبتقوله بان الوحيد اللي استحق السيف لانه بيعرف يستخدم قوته انت المرشح المسالي للكالدراس انت ممكن تاخده منها بالقوة فبيرد عليها بانه يبقى عار لم اسرق من طف كمان كالدراس مش مناسب لي لاني من نوع اللي بيستخدم اسلحة عظيمة لكن مش في ايدي حاليا انا قررت ان استلفهم فبقوله طيب انت حر لكن اعداك مش هتحركوا باهمال تاني لانك بقيت عندك الاعلامة انا من رأيه تخلص منهم فبيرد عليه بانه مش عارف يتخذ قرارك بيه زي ده لاني اللي الناس والوضق قريبين ومسيطرين على النبلاء هيبقى صعب لو هنصدمهم واحد وراء التاني واحنا منادرش نعاقبهم من غير اي سبب لكن فكرت في حال فلما بيرجعه بيروح باريس يبلغ ابوه بالتقرير وبيقول لي ديفي انا اسمعت انك خدت علامة دي حاجة ممنهجة ولا يا ملكة فبتبقى لاني ستنفجر من الغضب فبيقعد ديفي يعلي عليها لانه بيبقى مبسوط من تعبير وشاء فبينادي على فربيطة بانه يبعد شاكوه التعافل اللي حصل انتو اكيد تعبني من الرحلة دي فروح استريحه بس خليك يا ديفي علشان عايزك فلما بيعوضوا مع بعض بقول له ديفي بنصاحي من غيبوبة بقاله نص سنة جلالتك انت نديتني بايه انا مش هكذب بس هو من امتى كبيري خدم بيريابني انت لاحظت مفيش ابو مش بيلاحظ استغير في ابنه وانت لاحظت ان ديفي تغير بعد مساحي من غيبوبة على الرغم منك ما تستحكش انك اب فبيعوضوا يتكلمه وبيفكروا ديفي زاعت مجاله وقعد يترجى انه ينقز امه من السم لكن تجاهل ديفي انت سيبت ام تموت وكمان اتجاوزت من العدو فقابل ما بيتكلم بقول له انا ما عنديش استعداد اسمع قصة حياتك كل اللي كنت عايز اعرفه اذا كنت ندمان ولا لا فبيدي لديفي محاضرة على الملك اللي يجب ان تجلب كل الحاجات اللي بتأثر على المملكة فبيرد علي ديفي بني لو حياة الملك هو التخلص من عيلته فمش هيتنزع على العرش المقعد المبهر داد دي لحد تاني فبيروح ديفي بقول لي امي انه هينام لكن حقيقة انه طالق يسيح فبيروح لنقابة الامر اللي سود فبيقول له شي اللي اختفت اللي هي مصصت الدماء اختفت من غير حتى عصر وتلاميزها اختفوا من كام يوم وفقا للتقرير هما فشلوا في اختلاق الامير ديفي وباريس وويلي فبيقول شخص تاني بان ما فيش فايدة من ان تكون عبقر ملفاء ايه فبيرد عليه الزعيم بانه يخلي باله من كلامه علشان ما يموتش فبيتكمل كلامه بانك يا حيانا ما عرفتش يتخلص على العائلة الملكيين دول دي فرصة علشان نوريهم قوة عدوهم من فرقة ايه من نقابة الامر اللي سود انا رايح اجيب رؤوس الاشقاء دول وكمان هجيب معهم راشل للخينة هقدم لك اداء افضل مختلف المملكة فبيقول الزعيم بانه عبيت فبيقول له واحدة انسيبه الروح فبيتجاه له الزعيم وبيقعد يفكر بانه استخفى بشارلي لانه على الورقة ملفاء ايه لكن في الحقيقة هي اعلى بكتير من كده بازما نهرب من هنا حالا فبيدوس على الزرارة اللي تحت الترويزة لكن محدش بيرد عليه فبيحس بالخطر فبيقوم علشان يهرب لكن بيلاقي الشخص اللي معه مات فبيقول له شخص بانه لو كان مكانه مكانش هيتحرك وقوفك هيسبب لك مشاكل فبيمسيكه من وراه انت انسان انا حسبتك مصص دماغ فبيعلي صوته وبيقول له انتو بتعمله ايه حمقى بتعمله ايه برا في دخيل هنا تعالوا واحموني لكن بيلاهم بقى سندق رنجة مش مهم تصرق بصوت عالي محدش هينجدك مني الراجل ده قوي جدا مين اللي بعته لو فضل الحال كده انا هموت هي نقابة روك او كريشة اللي بعتوك بس مستحين لانه معندهمش قوة كفاية علشان يلزموا النقابة في يوم واحد مين ده طيب فبيقول له انت عايزت ايش لو كنت عايز ده اديني المعلومات فبيرد عليه بانه يديني ايه حاجة وعايزها فبيقول له ان لو مكنتش بس تعرف انا مش عايز كتير قايبة مليانة بسام النبلاء ان شغالين تحت رجليك ويد عالي بريتا والأسر اللي لها نفوزه وكل الجرام اللي عملوها ما تحاولش تتحك عليها انا عارف ان فيه معلومات كمان عندك بخصوص بريتا فقبل ما بيتكلم بقول له كامل شغل انا متأكد بنتحذير كفاية ليك انا خبير في معرفتك كد يعني مش هترف تتحك عليها القرار ما بين معلوماتك ايه هو قرارك فبيدوله الزعيم شغال معلومات فبيخطط ديفي علشان يوقعهم وبيخطط يضم فارس امه وبيعدي الفارس ده من اقوى تاعة اسيا السيافين في المملكة الممركز بتريس فبيطلع بتريس الزعف في الخدم وبيسألهم مين اللي دخل المكتبة فبيكون بعدها ديفي بيخطط انه يمشي ويسيب المملكة انا اروح لمنطقة صغيرة مونحت لها كفرد من العائلة الملكية واكسب منها فلوس واموال ومصاري وهاعمل اكبر مدينة متطورة في العالم فبتسألوا الملكة عن انتقامه فبيقول لها انتقامه يكون هواية ليا انا مش اضيع حياته علشان انتقم وكمان انا مش عايز العرش ده علشان الملك مش بيعيش في الراحة فبيبقى في اكتماع في الاصر الملكي فبيتخنوا للنسبي اللي الامير ديفي عنده اشم المختارين فهو فخر للمملكة لكن ما تيجي انه اديله جائزة انا عرف انه تم اعطال امير منطقة لكنه بقى في صحة كويسة ما تيجي نودي منطقة تانية فبيبقى انه بلاء مش فاهمين الملكة ملاء لانها ما تحدفي شكلها سخنة النهاردة فبيتقول هي لو عليها عايزة تخلص منه لان كل خطتي فشلت وشل ضعت والدني خربت بسببها انا كنت اتهمه بالجلول واحبسه بس الواشم ده نجده مني لكن الاهم من ده ان النقابة اللي كانت دك بخففها المعلومات اتهجمت انبارح ومش مكان واحد بس كل الفروق السابع اللي في المملكة تم ابادتهم في الليلة واحدة فبنروح لفلاشباك وهو ازاين بيكلم عن قوة الاقتحام النقابة بانه وحش منقطع النظير مفيش حد في المملكة يقدر عليه فبتبقى الان يكون المعلومات واحد ببين شخص غلط هتحصل ثورة ضد الملك بس اكيد نفس الشخص اللي هزم شارلي فبيقول الملك بان ازاي امير بالخ ومش وليس العرش قاعد في الاصر ده نادو للامير فبيدخل ديفي وبقول بان كان متوقع انه يحصل من ساعة ملاحظوا انه وجدي عامل زي الكمبيلة باعايزين يخلصوا من عادتي في الاصر فبيقوله الملك بانه يروح يطور المنطقة اللي منحت ليه علشان يثبت قدراته هو لو ما كانش امارني انا كنت اعمش اصلا من غير اي حاجة بين ان الاتنين دول عندهم خطط في خروجتي من الاصر فبيقوله ديفي انا اعمشي لما الاستعدادات تجاز فبيقوله ملكة الشياطين بان لو الحال فضل كده في ناس كتير اتبوت فبيرد عليها بان لو المملكة هتفضل كده فهلكم افضل لان التغير لو يحصل يبقى محتاج امير جديد انا مش هسيب الوضع القذر ده لباريس مستني بس فرصة علشان اخلاص منهم فبتده ويلي وباريس لما عرفوا انه ماشي ورايح مقاطعة هاينز فبقولهم بانه كان كده كده عايز يمشي ما تقلوش من حاجة وانا كمان هدعوكم علشان تيجوا عندي بس لما ضبط الدنيا هناك لان عرضك هحلة امي جميل كل المتسندات بتاعت مقاطعة هاينز قولي لهم بالنالة اللي بعدتك فبيتفاجئ لما بيلاي المتسندات قليلة جدا هي دي كل المتسندات انت متأكدة من ده زي ما توقعت هاينز مكان ريفي بس ده احسن لانها تكون مكان لتتقدم في المستقبل وبتطلع كمان ارض ملعونة ايه حظ الكلاب ده فبنرح لتاني يوم فبيبقى ديفي بيجهز نفسه علشان يمشي فبيجي بتريسي علشان يكلمه فبيحييه فبيقول له نسميت انك هتمشي فبيرد عليه ديفي بيلاي يقعد في الاصر هو ولي العهد انت كبرت يا ديفي لو شافتك الملكة السابقة كانت هتفتخر بيك فبيقول ديفي بان المركز احب يلم الدليل علشان يعرف مين اللي اتا لامي حتى انه ما فقدش الامل بعد موتها فبيقول له ايه بقى اتواصل معايا فبيقول له ديفي بانه يكون مشغول الراجل ده يضرب الضرب القضية لانه بلاء ومصاصي الدماء هاخد يوم كامل جوا بوابة المنة علشان نوصل لمملكة هاينز لكن المقاطعة رايبة جدا من الاصر الملكي فمش هنحس بالملل فبيفضل يرخم طول الطريعة الملكة فبيقول حارس بانه اقربه من المقاطعة فبيكون المكان ده صحراء فقيرة فبيقول لنا بان شارع المملكة صحراء قاحلة مفقاش مناجم ولا ايه حاجة بس فيها وحوش هناك مزيتها الوحيدة هي انها بتوصل للعاصمة فده ممكن يكون محطة نقل في المستقبل لكنها غرض ملعونة وميتة المنطقة دي ما كانتش كده قبل خمس سنين محدش عايز سبب اللي حصل فبيطلع نافذت الحالة فبيتقول لديفي عده خمس تلاف مرة بس المراضي فيها كرياتيف بان المنطقة دي ممكن تتطهر انا ما كنتش عايف ان بقية السحر الاسود ممكن تكون موجودة بان فيه حد هو اللي عبس في البيئة فبيستخدم سحر من الدرجة التالتة لكنه بيفشل لان السحر لما بيقعد فترة بيبقى من الصعبة ازالته المفروض ان السحر الاسود اختفى فيه علامات استفام كتير فبيوقفوه حراس البوابة وبيطلبوه بالتعريف بالهوية فبتبقى الحياة هناك بدقية والقلعة متشاقاة اظن ان اكون شاكب بان فيه حراس هناك ده مكان بيظهر فيه حوش بشكل غبي فبيطلعوا ديفي علشان راحوا ينادوا على الكابتن فبييجي الكابتن وبيعتزل لديفي بسبب انه وقفه فبيكون الكابتن مجروح وحالته حالة هي رسلتي وصلتك امتى فبيقول له قبل يومين اقتلني انا السبب فبيكمل ديفي بنيلوحوش هجمة في الوقت ده بقين انه هجل حوار اللعنة وهتعامل مع العفريتي الاول فبيقول له ناسمي انطر بقين انه قال قال مني فبيكمل انطر كلامه بانه تعلم من الدنيا انطر السويسي ده يا جدعان استمر على وضعك يا سويسي انت شغال شغل عظم الصراحة حراس اليقظة هتم ترأيتهم لحراس رسميين السيد انطر هو اللي يضربكو ببينه كان مدرب حرص فبيقول له طب وخلفتي فمش مهم طالما بتشوف شغلك فبيه سنة وكلما اتطورت هديك الكاب جديدة انا عندي سلطة لده وده مبتدئ فلما بيروح دي في مكتبه بيجي له تقرير باللي حصل فبيقول له العفريتي اختركت القلعة ما يعين القلعة كحيانة الا ان حراسطها تمام هم دخلوا ازاي وده اللي قدى لاصاباته وطعب الباقي فبيرد عليه طب ايه هي الاضرار اللي حصلت طب اختطاف سكان وحرق بيوت ما تنساش تدعمونا باللاك والاشتراك كل لاك والاشتراك بيسوي حياة وكمان احنا عندنا اكل يكفي للشتة لكن السنان دي سنة كبيسة فبيقول ديفي بانه ممكن يستعمل هدايا العلالة الملكية فبيقول الملكة بان ده ياخد منك سنتين علشان الاصلاحات لاخره خلاصا عينتك كسكرتيرا فبترفض بسبب انه مش هطرف تنام فبيطلع ديفي صورة من الدنانير وبيقوله استخدامهم اشتري بهم اكل وموارد الكمية دي هتكفينا اكيد فبيقوله ايمي بان الفلوس دي كتيرة فبيقولها ما تخفيش ديفلوس خاصة وكسبتها بطريقة شرعية سلقة بس من نقابة الامر اللي سود فبيترد عليه الملكة بانه مفيش حاجة قانونية في السرقة فبيقوله برليل بانه هيروح هوات تاني اروح نشتري مؤن فاربعة ايام وبيكون برليل ده تبع بسفس قلله عدد الحراس واجمعه الجنود كل ما كانت عملية النقاز اسرع كل ما كانت فرص النجاحة اكبر فلما بيتجمع الجنود بيرحب بيوم ديفي وباللوم من اسم ديفي وتعينتي من شوية كحاكم على هاينز انا عرفت ان العفالية خطفة سكان مبارح في شوية منكم عايزين حقهم والنص التاني عايزين يستخبوا بس لو فضلنا كده العفيتة يركبونا المرة الجاية ولا مش يخلي حد يرفع علي اسلاح يفضل عايش فبيقوله شخص بان مهاجمتهم بعدادنا فده انت حار فبيوجيه له كلام انت عايزهم يستعبدوك فبيرد عليه انا فاهم اصدق كويس لكن احنا اخر خط يدفع في المنطقة دي لو فشلنا فيهجوموا على المنطقة دي تاني فبيقوله ما تخفوش انا اشترك معكم في المعرقة انا فاهم بيفكروا في ايه هم فاكرين ان امير صغير مطور مغرور انا مش امير انا حاكم هاينز وسواء ده عجبك ولا لا فانتم رعيتي وعيلتي فمش هسيب مقروه يسيب عيلتي لو انتم مش وصقين فيها سكوا في العلامة للملك الدهالي فبيقضي يحمس فيهم فبروح لغبت الوحوش فبيكون دي في حشان جنود وراه فبيقوله انت بتعمل اي بيهم انت لو هتهاجم فده عملية انت حارية فبيقولها انا وقف العفريت مهما كان عددهم فبيكونوا العفريت قاعدين بيشوف خد من هدمين فبيبقى الجنود مدائين ومشحونين من اللي بيشوفوه فبيخطف فيهم وبيقولهم انتم جاهزين للانتهام اللي فقدتهم فبيفتح ديه بالحرب بكوس منه لكن بيبقى ولسه مترددين في الهجوم فبيقولهم ما تخافوش انا مش اخلي حد يموت فبيبقى الجنود في حالة هلع فبيستخدم ديه في قوته وبيبديهم بقوة منه فبيعززوا قوة الجسم والقوة ويشين خانة تانين حضرتك فبيبقى الحراس مش فاهمين حاجة انا اديتهم القوة علشان يساعدوني في الاخر مش هلاقي تعويزات زي ديه في اي مكان تاني هيكون حتى صعب على صاحرة مملكة السحر الابيض هيحتاجوا كان شديد فبيقولهم اسمحوا ليه بيتلقى غضبكم وتدمير العدو عندكم القوة دلوقتي يقتلوهم جميعا فبيقول ديفي من الحراس كانوا مستنين اللحظة ديه لكنهم ما كانوش يقدروا يقتله والتعبير ده على وشهم فبيكون الجنود يتجننوا من شدة القوة ونزلين بطشة على العفريت المعركة تغيرت في لحظة لصالح جانب واحد فبيكون في شخص اتصاب فبيروح ديفي يعلقوا بنفسه وانا مش قولتوكم انو مش يخلي حد يموت قتله مع بعض اي شخص يتصاب انا يعلقه فبيتحمس الحراس وبيهجومه بحمس عالي وبيقضوا على العفريت وبيفوزه فبيقضوا يحيوا ديفي فبيبقى ديفي فرحان فبيقولهم لسه مادر على التحية والفرح بالفوز لسه في رهين موجودة روحوا حررهم بسرعة فبيبقوا تحولوا الخدام لديفي وبيخشوا على المعركة التانية فبيقولوا على ديفي بانه حاكم والعازوا من الله فبيروح لحراس البوابة فبيتنمروا بان ديفي يرجع بامان لانه خرجوا بعشر رجالة بس فبيقولوا التاني استعد بس على استقبال الجسس لكن لما بيدوروا الشوم بيلاقوا ديفي فبيبقوا مصدومين ومش مستوعبين بانه هزم العفريت بثلاث فرسان وعشر حراس فبيقول بانه لسه فيها عفريت في القرى القريبة فاحنا هنحميهم كلهم هنختار بس النخبة وانسيب البقى للحراسة فبيقضي يهتفه للسيد ديفي يا ايش السيد والملك ديفي كل ما بيتحرك بيفسحه له الطريق فبيقول ده اول مرة من ساعة مصحيد بفكر في اعادة اتخاذ قراراتي انا نجحتي في اكتساب ساقة الناس كحاكمه من جديد لكن بما ان الارض دي ملونة فهيبقى من الصعب استرجاع حيواتها بسرعة لكن هو ده ممكن بقوتي فبيقضي يقوله حاجات استغفر الله في الاقتصاد فبيطلع بثلاث طرق علشان يجبعه فلوس اول طريقة يقتل الوحوش الحل التالي وزاريا بحاصيل الحل التالي هي المقيدة بالالماص فبيبدأ الاول بحل اللعنة وبيقول بان الاداء اللي استخدمت الارقاء اللعنة موجودة هنا لو كنت قدر اعمل تعويزة وساعة المجال ما كنتش اواجه المشكلة دي ياريتني كنت تسترجع قوتي مفيش حاجة قدر اخزم فيها طاقتي زي كالدراس بان انها احتغط له معروف من اميرة الينا بان انها فقر من مستوى صف هاريس لو كنت بس قدر اخذ الصف بس ملحوظة عندي حل بس يارب يرضى يشتغل وريني ازا كنت تقدر تصلح اللعنة عندك فرصة فبيتفاجئ الملكة من السحر الغريب لانها اول مرة تشوفه فبيقول ديفي بانه استخدم لغة سحر اللعنات لان اللعنات هي تعويزة برمجية معمولة عن اماط مختلفة فاضطر استخدم السحر الاسود والسحر ده بيفك المعدلات دي فبتطلع لديفي نافذة الحالة وهي مليانة باركام وحروف غريبة فبيقولها دي مش لعنة دي عاملة زي قوضة الالكترينية فبنروح للمقاطعة فبيطلع البحث طلع لديفي سبع مواقع للوسيط المستخبة الحوار ده محتاج سيانة وممكن اعمل المكان ده كشالي سياحي فبيدخل ديفي في المكان غريب فبيطلع له حارس وبيبع على جبهته كريستالة مشبعة بسحر اسود فبيقول لانا شمامهم فبيبتدي ديفي ياخد الجواهر ان شامم ريحة الفلوس فبنروح للقلعة فبيقدر يرجعوا للماضي بانه ملأ طغه وافسده في مملكة رون وكل العميات الملكة هو خفض نسبة الضرائب والاعمال اللي في المنطقة لكن فجأة بقى فيه شاب حاكم ليهم اتفق السكان بانه خسر النزاع السياسي وتم نافيه للمكان ده وفي حالته دي هيطلع غضبه على السكان احنا كنا قلالين منه بس مكانش عندنا خيار لانها جامعة العفريك كانت مستمرة وفي الاخر دخلوا الحسن وخربوها في اللحظة دي وصل مع ابتساب عريضة فبيقعد الحارس يقول في انجازات ديفي وإلى آخره فبيروح لديفي هو عمالي قصر حاجات علشان ياخد احجار روحية لانهم اغلب كتير جدا من احجار المنة وبيلاقي وسط البحث ده كله مكان اللعنة لكن بيبقى طبعا فيه لان نقاطه جديدة وبيقرر يستخدم عليه سحر ابيض من المستوى التاسع لكن برمجة اللعنة معقدة عن اي برمجة شافها قبل كده فبيقعد ديفي وملكة الشياطين بيتسالوا انه نظام معقد زي ده ما تقوب عليه زي كده ده موجود في منظمة نائية يعني فقيرة يعني فبيدوس ديفي بالغاية على حاجة وسبحانه بيبقى لغة تأثير اللعنة وبنروح للمقاطعة والمطر بينطر عليهم فبيبقى مش مسدقين نفسهم لان ما نضطرش عليهم من اكثر من 10.000 سنة لكن بيبقى الفصيل الاستقراطي عندهم حالة هلعة لان المركز بتريس اضع على معظمهم بالورق اللي ديفي الدهوله اللي ما شافش القسم اللي فات يروح يشوفه علشان يفهم فبيقولوا واحد بان فيها عداء كتير قوي زارت في المملكة هتصرف ازاي اه انا اسميت الانواد اللي اسمه ديفي عنده علامة المختارين ما انه لسه عيل مش بيعرف يستخدم السحر الابيض وفيه ناس بتقول انها مش مستقرة وهي مملكة السحر الابيض هيقابلوه فبيرد عليه بانه بيقلق كتير لان المملكة مش هتقابله لانهم وافقين في صفنا لكن الملكة مهتمة بيه قوي لكن من جهة تانية اللي كان بيستجوبنا النبلاء في يوم واحد احنا لازم ان نتغدى بيوم قبل ما يتعشوا بينا وبيبقى ده زعيم النبلاء الدوك فرياتا هو الامر الناهي على النبلاء هو والملكة فبيقولوا انتم مستغطرين بالامير اوي من خبرتي كل عدوه مهما كان بسيط لازم ان تاخد حذرك منه لان اول ما يمسك سلطة سياسية مش هيحلنا فقول للسواء بانه يودي القصر الملكي فبيبقى معدي في الحجر بيقدر يعرف منه كل المعلومات اللي في المقاطعة وده لان الحجر ده مرتوط بالحجر الروحية المتبعصرة في المنطقة وبيقدر من خلاله يتحكم في البيع والطقس فبيروح بعد اسبوع بتكون مقاطعة هينزل القاحلة تحوية الارض زراعية وبيجمع ده في السكان وبيقول لهم بان الارض بيتصلحة للزراعة فعايزين نحلة الارض دي في اربعة ايام بس اللي مش هيقدر على ده هيقدر يستقيل من اولها فبيكون الشعب المتحمس فبيكمل كلامه بانه ممكن ياخد استراها علشان يراضي المتزمرين وكل اللي هيشارك هياخد فلوس فبيقول له رئيس واحدة الناميين بانه عارف ان الارض تحسنت وكل حاجة بيت كويسة لكن مستحيل ان نحرت كل الاراضي دي في اربعة ايام فبيقعد السكان يرهنوا عليه باغلق نوزهم اخر ما بيزق ديفي من المحاولة معاه وبيقول له انا برضو اساعدكم فبيستخدم سحر الكوة والدفع الحيوية وبيقعد ديفي يعلف الكوة الاربع اضعاف وبول في نفسه بان لو كان معكا الدراس كان هيعمل تعويزة معززة اكبر وبولهم بانه يزرع عشاب الامر وهي عشاب ندرة جدا انا هزرع عشاب الامر في المنطقة كلها وبتكون الازهار دي ندرة لانها بتحتاج مناخ معين وكمان بتبقى ندرة لانها بيتم استخدامها في ابحاث الابراج السحرية للجرعات والعشاب ده بيتم استرادها باركام خالية وبكميات صغيرة جدا واسمها هو الدهب الازرق كل اللي عليا هو ان اضبط الجو اللي تبقى بس هو التدوير على الالف اللي في الغابة فبنروح لرئيسة الالف في غابة هانزي يوريا فبتكون يوريا مستضيفة ضيف مهم وبيحكي لها بانه حلم بان الارواح حطت لعنة على الغابة كلها فبيقضي اخناعها بان الدنيا بقت خربانة هنا والمياه جفت ما تيجي نرجع لشغلة السحر الابيض وانها لو فضلت هنا وتصابت بالعمى اتموت لكن يوريا بتقوله بان قادم استنيها بان المراضي عاملة باجناحة الصراصير فبنروح لديفي ورايح الغابة وساحب معاه دايما ملكة الشاطين وبيتقوله بان الالف مختفيين بلهم 300 سنة محدش شافهم خالص فبيدخل ديفي الغابة علشان يجيبه زول العشاب علشان يزرعها عنده وبيفتكر الزكرات لما كانت الالف اللي من نعيم الابطال بتغطسه في صوص البراكين فبيقولها ديفي بانه تعلم من معلمته ازاي يستدعي الارواح لكن اللي صعب جدا تستدعيه هو ملك الارواح فبيستدعي ديفي اروح الطبيعة ويجمع كام عشبة وبيمشي لكن بتبع يوريا وضيفها ومتابعينه وبيبوا مش مسدقين لانه دخل عادي الغابة من غير اي عواقب لكن الارض دي مخصصة بس للالف عشان يدخلوها فبيقوله بانه خلاص لقيت الله ينقذ الغابة ولما بيرجع ديفي بيلاقي الشغل اللي ياخد اربع تيام خد منه من نص يوم فبيخليهم ديفي يزرعه ويزبره من اربع لخمس شهور فبيروح بعد اربع شهور لفصيل الاستقراطي بيبقى طالع اشعاد بان فيه مكان في مكان ريفي اسمه هاينز بيزع زارة الكبر بيتقال برضو ان اللورد بنفسه هو اللي بدأ التغرب دي فبيدخل واحد وبيشارك في الحوار وبقول لهم مش هاينز كانت جفة من خمس سنين فبيرد عليه وقت بان اللي الاخبار دي بتسافر ببط دي بتنطر هناك من كام شهر يا عم دي هتاخد عشر سنين عشان الارض ترجعت الزرع انا سمعت ان اللورد الاول ديفي هو حاكم المنطقة دي اظن ان عقله فوت على الاخر فبيجي الوادي يتكلم لكن بيسكته الراجل عجوز وبيبقى الراجل اسمه سيش هيرسون من البرج اللاحمر بان ان فيه حاجة مسائلة لاهتمام بتحصل في الشرق هتفيدك يولي يريس عايزك تجهز نفسك فبيروح الارض هاينز وبيكون ديفي مبسوط لان سائل العشاب زادت فبيتقول له امي بان فيه عشرين الف ورقة موجودين في المغزن وهنزل عمين عشر تلاف وبسبب فرحة ديفي ان الوركر الواحدة بتسوى خمسة وعشر تلاف وهو هيبقى عشر تلاف يعني فلوس ومصاري وبيكون عايز يوفر فلوس وبيدي كل عيلة خمس عملات دهبية كل شهر نفسي شوف رد فعلهم اللي كانوا بيقول علي ان غابي وبقف فبيبعت ديفي اشاعات وكمية متوسطة علشان يعطش السوق والاشاعات اللي نشرها هي ان مالك مشروع عاش بالقمر تعبان فبيقول ديفي بان لفضي الاباء كده منه كتر الطلب عليها يقل وده يخلي ثمنه يقل فبيبقى في زعيه وصراخ من النبلاء والتجار اللي مترصصين قدام اصل ديفي فبيتقول له امي بان امتين واحد عايزين يقابلوك برا فبيرد عليها ديفي قولولهم بان مش قادر اتحرك لانه بيشفق عليهم فبيروح يقابل الخدم فبيتطمن على الخدم والحراسة فبيتقول له مون بان العدد اللي موجود غير كافي لان الناس اللي باره كتير جدا فبيقول له ديفي خلاص تخلصه من اي حد انتو شكين فيه لان ده يفضل من التحصر لما طوع في مشاكل فبيكرر ديفي يبطل تقل وبيطلع ازازة وبيديها لمون وقول له عايز يتكلم معاك فلما بيخرج بيلاقي الناس مخيمين قدام الباب فبيسيبهم وبيروح ينام لكن بيجي حد وبيبعز يقابله وقول له انا هلاس خبير من الدرجة الرابعة من البرج اللي اخضر فبيكون عايز يقابل ديفي فبيحاول يطلع من مون اي معلومات لكن مون ماشي ممبدأ لا اسمع لا اتكلم لا ارى فبيطلع له صورة من الدنانير فاول ما بيشوف مون الفلوس بيقل بكلبه بلدي وبيقضي فخم فيه اه زي مطاقات يا رئيس فبيروح لفلاشبك لديفي هو بيقول لي مون بان الناس هتعمل اي حاجة عشان تعبيني ممكن يشوك او يبتزوك ما تنساش بس تكتب لي اسميهم علشان عايزها ولو ادوك رشوة خدها على طول وعايزك توريهم الازازة دي فبيكون هلاس مصدوم اللي شايفه وقول ده اكيد من الفئة الاولى انا ما شفتش حاجة زي كده قبل كده مفيش حتى وجه مقرنة بينه وبين من منتج الكرة الشرقية اه لازم ناخد بأي تمان فبيقول له مون بان دي حاجة كيف متوقع من زعيمهم لانه تعب على المحصول شخصيا فبيكون هلاس بيسأل هو ازاي عائل لسه عنده 17 سنة زكي جدا فبيكمل مون كلامه بانه زعيمه هيباقي الازاز دي في مزاد ده كل اللي انا عرفه مش عارف بيخطط ليه تاني فبيخلص الراجل كلامه وبيجري يقول للبرج اللي اخدر على المعلومات اللي خدها فبيروح لتاني يوم فبيقول لديفي وانت عرفت ازاي فبيرد عليه بانه باع منتج مغري للزبائل الاغنية وبيقدم له مون الرشوة اللي خدها من البرج اللي اخدر فبيقول له ديفي خدوها انتو انتو اللي تعبتو ووزعوها على بعض خدوها كمكافئة شغل فبيكون يوليوس في الوقت ده بيتكلم مع العجوز سيج وبيكون يوليوس يتعاين كرئيس للبرج اللي احمر وبيبعاز يفتح فرع للنقابة فبيسأله سيج هو رئيس عايز ليه يدخل المزاد فبيجاوبوا بان السرع مش متحدد فممكن ينزل التمن من الكرة الشرقية يعني هيلعب بالتمن زي ما هو عايز علشان الناس ما تشتريش من الكرة الشرقية بان ان الامير الاول دماغه شغالة فبيسأله ليه فبيقول له يا زاكي عدد سكان هينز كم الف ومش هتعرف تشتري المنتج غير من هناك هو بيحاول تحسين نمو هينز وبيجمع فلوس من نفس الوقت وده يخلي من نبلاء وكمين يجو المقاطعة قطريك تجاري لكن فيه حاجة مهمة جدا الامير لازم ان يتصرف فيها لكن مفيش حاجة يخسرها فاكيد العشاب دي بداية لخطته دلوقتي انا فهمت انا ليه عايز اقبله واتكلم معاه لو قالك على ما عاد قولي لان اعايز اقبله طب يا حكيم انا عندي سؤال تاني هو ممكن شاب عادي مش حاسس منه باية منه يقضي على مصاص دماء من الفئة العالية ده استخدم كالدراس ومعملش حتى مع عقد فبقوله ممكن لكن لو كان تلمس حاكم الناصل او حاكم الناصل ذات نفسه كل حاجة ابتدت تبان الغرابة دي فبيروح لديفي وبيبقى عنده زحمة لدرجة الناس بيتبقى تتخنق مع بعضها عشان تشتري منه فبتجري ايمي وبتقوله بان فيه اتنين بيتخنقوا فبيرد عليها اعملي مزاد اللي يشتري بسارة اكبر ياخدها فبيبقى ديفي مفسوط من الاخبار دي فبيقوله الخادم بان فيه رسالة مهمة جاتلك من الاصر الملكي فبيبتدي المزاد بتسعين عملة ذهبية ففيه اللي بيرفع خمسة وتسعين واللي بيعلي عليه مية وتلاتين وفي الاخر بتباع من مية وخمسين فبيبقى الاركام اللي جمع ديفي اكبر من اللي كان متوقعه فبيقولهم ديفي كملوا زرع في العشاب لكن يزرعوا جنبها منتجات تانية لان الانتاج الكبير مضر لازم ان نعمل توازن وبقوله ديمون جيب صناعية يدوب المقاطع وبيعرفنا على محتوى الرسالة اللي جاتله بان المملكة بتهنيب انجازاته اللي ما قدريتش لمملكة رون والقرر شرعية تعمله وجات لي زرع وصيرها للمملكة لكنهم مزيبت جرعه على دعوتي بعد ما خرجوني منها بان انهم تعبوا من مقاطلة باتريس يلا نكمل بات خطتي للمملكة فبنروح لديفي ايام ما كان في نعيم الابطال فبقوله بطل بانه ساب طفل لقيه لما ترجع لما تلاقيه تقدر تخليه يخدمك مرافق وبيوصي كبير خدم بايمي هي بنت مميزة وعقلقتها كويسة لانها بنت بارون كنت حاسس ان معلم حفظتي لانه عاش لالاف السنين فبالنسبة له ايمي طفلة فبيمشي ديفي فبتقوله ملكة الشاطين بانه كانه لازمة نمشي من الطريق التاني فبقول له بانه عنده حاجة عايز يعملها لأول مكان من الاماكل العظيمة بالمملكة مقاطعة فلشاد مكان ولادة الحداد سورت بنت اريس هناك ده هو ويرسو قال لي انه عمل ناصل بنفس معادات اللي صنع بها كالدراس فلما بيعدي ديفي بيكون الناس اللي وقفة وشها عابس وبروح يوقف في الدور ولما بييجي دوره بيسلم للحارس بطاطو فبيقول ديفي بان البطاقة مكتوب فيها بانه حارس حره من رد بقف لانه هيعمل ضجة لو حد يعرف هويته الحقيقية فبيوقفوا الحراس وبقول له من هويتك فانت جاي هنا علشان تكتشف الابرينس روح لامك هي الدنيا بتمشي كده هنا فبيديره العجوز عملة وبقول له ادهولهم وادخل هو قليل بس اللي هيخليك تدخل انت بتفكرني بحفيدي فبيديره ديفي الفلوس فبيقول له الحارس هو انا مش قلتلك يمشي من وشي فبيرد عليه بديفي اديه الفلوس اللي بتاخدها من المواطنين كمان ممنوع انك تاخد رسوم فبيرده اتحقه عليه وبيقول له اتكل من هنا علشان ما تراوحش جثة فبيقول له ديفي بنيدي فرصتك الوحيدة وقال له اطبك القانون الدولي رجع الفلوس اعترف بزنبك فبيرفع الحارس الصيف على رابط ديفي احنا القانون هنا احنا الامر الناهي هنا فبيحاول العجوز يهديه لانه مجرد عيل لكن الفارس بيتجنن وبيهجم على العجوز وقبل ما الصيف يوصل للعجوز بيطير ديفي صيف الفارس وقال له انت بتلوح بالصيفك على راجل عجوز وقتل الناس ونهب الفلوس وعقاب كل ده هو الاعدام الفوري وده برضو عقاب اي حد يشاركك خلينا ما نصعبش الموضوع روح على تولي زعامكو فبيحروسوا وبتلفوا حواليه اللي انتو بتعملو ده هيخلي ثلاث اجيال من عائلتكو يتعدمو فبينزل ديفي فيهم قتل وتقطيع يابني وانا مش قلتلك روح نادي رئيسكو فبيجي الكونت المسؤول عن كل ده فبيرميلو ديفي كلاديت مرسيل وبقول له ما تتعجبش بان مش حواليه فرسان يحموني فبيحيي الكونت وبقول له بان ده مش عاد لان ما فيش اي ملك بيجي اي مكان قبل انزار انت جيت من غير اي مذكرة ده اسمه سوق استخدام سلطة الدك فريد ته مش اسمح من الوضع ده فبيقول ديفي بان شكل المفاتشين لفعاية المناطق متشاركين في كده خافوا من القتل فبيكمل الكونت كلامه بانه يستضيفه في العصر عنده فبيقول له ديفي وانت اسمية الشاعات اللي طالع عليا بانه متعطش لسفك الدماء وابل ما يكمل الكونت كلامه كانت رأسه طارت فبيقول له العجوز بانه عدى عشرة ايام قبل موت البرونة للشياد ده ساعت ما اللي يجين من منطقة هانز بدأوا ييجوا هنا ساعتها بدأ الاستغلال واللي وقف في طريقهم مات انا فقدت ابني ساعته فبيوضوا يتكلموا لغاية ما بيوصلوا للمكان اللي معلمه قال له عليه وبيوضع ديفي العجوز وبيمشي فبيوض ديفي يبص على الاثار فبيوضي الرموز غريبة فبيوضي حل الممنى لغاية ما بيلاقي المدخل هو قال لي بانه سايب كينز لللي يارى في فك الرموز شكله كان قرصان واعتزل وبيدخل زنزانة تحت الارض لو انا ما كنتش قابلت سورت كان المكان ده يفضل مقفول فبيلاقي ورشة سورت اللي كان شغال فيها لانه كان مهوز بالحدادة وقرس حياته كلها ليها هو جيه هنا بعد موت هاريس ووضى بقيت حياته شغال على مشروع واحد مع انه مات لكنه تحس ان هدواته لسه في الروح لكن اول ما بتقدم بيحس بدغط رهيب من كينز سورت حداد الالف يوم هو لقب لشخص قعد الف يوم وراء بعض من غير ما يوقف وسلالة الاقزام سموه حداد الشيطان وده اخر شغل ليه طلب منه كمله فبيفتح ديه في الصندوق وبيطلع الكنز اللي متسابله وهو نصلين التوأم والنصل الازرق قاتل الموتى والنصل الاحمر وان السفلده المختلفين تماما عن سف كالديراس لان كالديراس تصنعه عشان يلائم صاحبه ولكن السفلده المصنوعين اللي قات صاحبهم بنفسهم ولكن بيبقوا الاسف مش كاملين اللي بياخدهم ويوديهم للاغزام وبيرجع بعد اهل الملكة بأمر من الامبراطور اللي بيقابل في صف طريقه وبيعرفوا بانه حانيا لسه بيدور وراء النبلاء وانه ادري وقع شوية منهم وتم عدمهم ساعته اللي بيكون كالديراس وعيف وراءهم تابع الحوار وبيكون مستاذاب اللي عمله ديفي في قطاعيته فبيحصل بقى بينهم كتر خفيف وبيخلص في ساعة بازمة كالديراس وتلمع والشباح زاء ديفي اللي بيخلي التريف مزجعلي جدا من الفرحة اللي بيطلع بانه عمل لعن عليه ومش بيتشعل حتى بالسح اللي بيبقى ملكة الشياطين مش فاهم انه اللي انا اللي حطا عليه فبيعرف بانه تستنى برا واتعرف بعدين وفي قاعة المطورات بيبقى كل النبلاء مبغرين بالجزاء ديفي الضخمة واسناء حوارات زعيمهم بيكون ديفي بيفكر في استمرت اللي جاي وبيفكر في سلسلة المطاعم فبيقى تأملك شريط أفكاره بتسكتون النبلاء وبغلوب بانه لاول لازمان يكافئ ديفي على مجهوده اللي بيبقى خلف من بيت النبلاء وانشاكك انه منه وينه يرفضه خلاص طلبه فبيطلوم الملك تاجي لطلابه اللي بيتلشئ أصلا وبيرجعوا الكلام المصاتب وفي الوقت ده بيدخل قاعة المؤتمرات الدوك فاريتة اللي بيبقى دخل تيري عن النبلاء وبيلبس في الاخر القرار لديفي فبيدي فرصة للتاني انه تلعقب من مملكة الارض اللي بيبقى طلب النقل ديفي ليهم علاجه ان ياخدوا لقب العزيز فبيلاي الطلب دعبر عن غضب وجدر واسع من النبلاء وفيه معارضه وفيه مؤيد فبيفصل ما بينهم قرر ديفي اللي بيبقى ما عندهش منع النروح ولكن بيبقى ده مش طموحاته فبيعرفوا الدوك بانه ما ينفعش يرفض أصلا وإلا فان مملكة الارض هتعمل معهم مشاكل وبياخدوا قرر من نفسه بالنديف ووافق وبقوله انه بلاب انه كده برحيل ديفي هيوزه سيد جديد لمنقطعته اللي بيخلي عن النبلاء تلمع اللي بينسوا غضبهم ويوافقوا على كلام الدوك اللي بيضيف على كلامه بانه مش اي حد يمتلكها وبيرشح لهم كارلوس فبيقول ديفي في نفسه بانه كده عارف انه هيبقى في مؤمرة لسحب الارباح ليهم بس بيكون عامل حسابه وبيكون كارلوس ان في الوقت ده لتقديم الاحترام واستلام الارض الجديدة اللي بيقعد بعدها يالت فاصوات حيوانات وبيخلي من زياد دوك فريد تواحش وساعدها بيقوم ملك مملكة روان بتارد برقاعة وانه كمان يحبسوا لغاية ما هو يقرر انه يسيبه ولا يطلعه وفي لحظة واما بيسحوزها الخروف بطاعة منه الطائية وبيتخلص العيته ادبان وبيطلع كله تدوله تخطيط من ديفي اللي كان سبب في اللعنة اللي اخيرا بيجي دوره وبيعرفوا بان المملكة دي مش ملكه وانه ليها ملك وانه زي استلم لسالة مهمة زي دي ما خداش حتى للملك وبيحطه ضفه موقف صعبه وبيسيبه قاعه وبيتكل فبيتصل بعدها برأس الكائنه وبيفهمه بانه ده عمله مشكلة في المملكة اللي بيخليه اتزوله على الموقف اللي حط فيه وبيطلع ديفي اتفق مع زمي الكنيسة ان يدلو كمية من عجبة الامر وانه كمان يزرع لهم العشبة مقابل انه يلغس تدعاؤه اللي بتتسل عليه بعدها يامي وابتعد تصيح له كالعادة وبيقض يسمع تقرير فيزبوس على الانجازات اللي عملها وبيقرر بعدها ان يروح لبلد الاغزام وبيتكون كاريتهم مشهورة بسكان الحرفيين وبسبب عدم تعاملهم مع الاجناس التانية فان الناس اللي فروت بيتملك او امير هم اللي يدور يتكلموا معهم وفي الوقت ده بيكونوا ملطعين قدام الباب وبيبقى الحارس رفض انه يدخلهم ولكن اول ما بيوري ديفي الجرد العصري اللي جابه معاه بيغير ساعة الكلام ولكن بيحظروا بان الدنيا جواه مش نص مشاكل اخر انه يتاجر وبتطلع المملكة بتاعتهم مبنية جواه كافة فبيودي الحارس على طول لمكتب الشيخ الثامن اللي بدور ديفي بيحبه وبيقدمه نفسه فبيبقى الشيخ الثامن مستغرب بان فيه بشري عيف تحيط الأجزام اللي بيهتم بيهم وبيعود معه ويسألوا بعدها عن سبب ما جيته ليهم وانه اكيد عرف التغرب تبقى من بر القرية مش من جواه فقبل ما بيتكلم ديفي في الحار اللي عايزه فيه بيارد على الهدايا اللي جابه معاه ولكن لسبب ما فانه شيخ بيرفو الطلبات ديفي وانه دي حاجة مش اي حد يعرفه انه ممكن يعود له كم يوم ويستريح بيهم فبيحاول ديفي بالكشف عنه وبيعرف انه ما كانش عايز يقابله وانه اكبر على ده وبيعرفه انه صب انه تعبان في المشاركة تصنع سيف الأجزام ومن البداية اللي بيفتكر ديفي بالنصور تقاله بانه ده السيف اللي شارك هو الأجزام في صناعته وانه السيف ده كان اول تعاون بين الأجزام والبشر وبيقول لها مملكة الشياطين بانه جاية هنا علشان يستغير فرن الأجزام لسيفه اللي بيروح بعدها الحانة وبيتسبب وهو الشيخ الثامن على مين اللي يشرب أكتر من الثاني وبيبقى تغطي الديفي اللي كاس بيحترمهم ليه وفي الآخر بيخسر الشيخ الثامن اللي بيعترف بالعزيمة وبيقول لديفي وعايزه اللي بيسأله ديفي عن سبب المشاكل اللي في القبيلة وبينبيره حتى السيف فبيرد علي بانه فعلا السبب وانه مش من العدل مشاكل دي تحصل وانه المرضي عزب بسبب انه سيفه تقصر وانه السيف ده بيبقى بيتنقل بابين قبائل الأجزام كرمسة سكاري وكل دلوقتي انظرهم عليهم بسبب انه السيفه تقصر ساعة مجالهم وانه دي دلوقتي شغلة الشيخ الثامن واخوه انه ميسألهوا لصيف اللي بيقتل عليدي في انه سعادهم اللي اول ما بيروح هناك بيبقى مزال من تقنياتهم ولكن بيبقى الحددين مش طيقينه وبيلوموا الشيخ الثامن عنه جب باشرين ورشتهم اللي بيخش مع الشيخ الأول اخو الشيخ الثامن وبيقول له بانه يشرح اللي بيحصل ده اللي بيرد على انه بيقضوا في جوله علشان يتعرف على ثقافتهم فبيقولوا مساعدة الشيخ الأول انه ميكمله ولكن في حاجة حصلت وفي الوقت ده بيرجع ترين حددين لتكمل شغلهم على السيف اللي بيقول انه فيش اي عمل لإصلاحه واسناء هون مشاغلين بيدخل عليهم واحد من قبلة تانية اللي بدوروا بيشتهموا على تدمير السيف وبيقولوا بانه لسه في وقت لإصلاحه وتسلمه من السيف لقبلته من الصخرة السودة وبيبقى الكلام ده مش عاجب الشيخ الأول وفي الوقت ده بيكونوا بيأخذوا السيف فبيدخل ديما في الحورين اللي بيحاول يحمسه وبياخد المطرقة ويروح يضرب على الفرن اللي بيخلي باية الحددين يديه من التصرف ده اللي بيسيبه ميهرق وبيقولوا بانه أكد عارف بانه السيف عمره اللي افتراضي خلص وانه يحاول يصلحه خلاص وده ملوش أي فايدة وبياخد الباية يطلعهم على المسرح ومش بيتحركوا فبيحسب انه مفيش راجة من كلامه وبيرمي السيف في الفرن وبقول لهم انه خلاص عمره اللي افتراضي خلص وانه دلوقات المفروض يعمل واحد تاني وبيقول بعدها في نفسه بانهم عارفين ده بس بيوهموا انفسهم باية أمل وانهم حاليا مفروض انهم يدخلوا عن كبرياءهم ويعملوا واحد تاني واختصال الفيديو اللي دي فيخد المطرقة وعمل سيف جديد زي الاول وفي نظر الدهشة من الحرفيين بيعلموا مهارات صورة اللي تعلمها منه ولكي في مقابل تاجير منهم ورشة حدادة وبيرد علي كمان الشيخ الاكبر قرن تيتانيك كانت عيلته بتتوارسه ويتكاوت بعض القبائل تدخلق على مين اللي هيخلي ياخد ورشته وبيعق كل واحد يارد مراس عيلته في المقابل وبينتيل بيلحال في الاخر ورشة السخرة الحمرة اللي بتبقى خرجة من امانة النار والماء اسناء شغله ولما بيخلص بيسميهم الرئيس زرق والحمرة اللي بدوره بيجرب السيف اللي بحركة بسه بس منه قدر يطع على السن السيوف اللي بيبقى فيها حجر صعب كاسي من غير المنة وهو لما بيخرج بيكون الكل مستنيه وبيبقى مستغرب انه كان قاعد شغله مدد اربعة يام واربعة من غير حتى اكل او نوم وبيبقى التنين مبهورين من السيف وبينمهارات ديفي الفجرة وبينتيل بين المشهب بعد ثلاثة اسابيع وكان ديفي طال الوقت ده بيعلم الأقزام الحدادة وبيكون معجب بشغفهم لكنهم لسه جداد واسناء هو وعد فوق التنين بيزم على الشيخ التامن اللي بيقوله بانه جاي في حاجة تانية غير الشرب اللي بدور التانية بيتوتر بيتزوله على الحجر وبيطلع بان التامن مش عارف حاجة اصلا فبيقوله بعد ده بانه ساعد قريتهم كتير وان الأقزام يتبعوه وفي نفس الوقت بينادي على شخص يجري من بعيد وبيقوله ومش قدر ياخد نفسه بانه في داخل في القرية وفي الوقت اندهش التامن من الكلام ده بيكون في قرنجا جاي من ناحيته ولكن بتنقطع بين الأحداث للقصر الملكي اللي بيبكر له تعب بيسيبه ونعن في ديفي وبيطلع غضبه حقده التجاه دي بالخدام وبيكون في شخص دخل من عدمه وبيكون اسمه فاس اللي بيقوله بانهم حاليا مصابين بخيبة أمل بسبب اللي عملته أمه وبيفتح له بوابة بتكون شلي محتجزة جوه وبعدها بيعرفه بانه في شخص اللي يبعليه ولعنه وبيشيه اللي عن ديفي بسبعة واحد وبيطلب منه بعدها انه يتعاقد معاه فبيروض على الكرسول الأقرب ان ديفي مش عادي وانه عنده نقوش وعنده حد كمان يحميه اللي بيقوله التاني بالنبطوع بس وانه حاليا مبعت ناس ترح تخلص على ديفي وبنرجع لديفي اللي بيكون صد لوجوم اللي جاي ناحيته اللي بيقول ملكة الشياطب ان الناس اللي بتعمل حركات دي هم مصصي الدم وده بيبقى وضح لها من الشي الدم وبيكون التمعين اللي كان بقيتهم هو وحش غريب اللي شكله بيبقى مستعجل لانه بيهجومه جوم بفتة الجبل من تحتهم وبيتيري الشيخ واللي معافل هوا من هزات الشديدة ولكن بيكون ديفي في الوقت ده فعل حاجة حماية فبتحظنه ملكة الشياطب اللي يقدر يعمل كده ومصص دماء من المستورفية اللي بيكفر دماغه وبيروح يضرب الوحش وبيطلع رأي الحبر علشان يجرب عليه وبيعصف كتال شديد ما بين الاتنين اللي بيكرر ساعته الوحش انه يهرب وبيقول ديفي بني دي حركة منهم لتقليل مصدر خلودهم وانه كده يفضل يتجدد بلا حدود وانه شكل كده يطري استخدام قوة الارض علشان يخلص عليه واللي ادي العنصر ده كده واحد من الشياطين في مستوى اللورد الا اول ما بيحس بحركة من ناحية الشمال بيتمع رأي الزرق وبيضرب في الناحية دي وبيضر يلاقي الشخص اللي بيتحكم في الوحش ده فبيطلع يجرب بيكون ديفي قتله على شرفه اللي بيبقى فاكره التاني انه تجنن فبيحاول يستغل الموقف ولكن بيظهر ديفي جنبيه وبيسأله وبيعمله وبيتجنب هجمته فاخر لحظة اللي بيخلي مصص الدماء الدماء لهانا اللي سبهاله ولكن بيبقى خائف منه لان ديفي اذريات الوحش السحر بتاعه وقعب بيلعب بوحوشه اكناك الشبسي وانه غلطان في قراره وبقول بانه سيده كان غلطان لانه الشخص ده مش طبيعي وبيكون ديفي في الوقت ده بيقدر يزيبه بتنواحد سيفه وبيضر يكتفه وبيعود عليك انه مسند وبقوله بانه المفروض يشكره اللي لنسا مخليه عايش وكمان قطع واحدة فبيرد على الشخص ده بالنواية مع الشخص الغلط لانه مش هيتكلم ولا ينطق اي حرف فبيقطع ديفي بقوله بانه مين اللي قاله انه يستجوبه وانه يستخدم السحر المسالي للواقف اللي زادي وبيضمك ساعته بين السحر الاضوي والسحر الاسود وبيخلي جاسة تمصص الدماء يولع اللي بيقعد بعدها يتحل عليه انه يرحمه ولكن ديفي بيسيبه يتقدم شوية وبيطمن ملكة الشاطين اللي الان عليه بانه مش له جمده اللي يقضي عليه اللي بيساله بعدها ديفي عن اسمه وبيقوله انه يعرف بنفسه اللي لسه بيبقى رفض انه يتكلم مع تعرضه للقار والتعذيب وانما بيطلع ديفي التقنية اللي استخدم عليه فبيقرب كل حاجة وبيعرفه باسمه واسمه وكمان وانه كنت منه بلاء اللي بيساله بعدها عن سبب توجد معه منصر الخلود هو الوحش السحري اللي بيقوله بعدما سكت لي السواني بانه يموته احسن له وفي الوقت ده بيخرج منه تقبط شعي نور وبيبتد جسمه يتنفخ وبيقول في الوقت ده في نفسه بانه مش عايز يموت وبيحصل انفجار لجسمه وبيقول لنا ديفيب انه كان بيتم التلاعب بي وانه جسمه متفخخ وانه اول ما يتكلم بحاجة يحصله تفجير ذاتي وبيحس بعدها من اللعنة اللي كان حطيتها على قرصة شالت وانه كده الشخص اللي ورا كل ده هو في منصب النور ده واعلى كمان واللي ما بيرجع بلاي بانه الاغزام بيحاولوا يصلحوا الاضرار وبيعتزلوا ساعة الشيخ الاول انه وردته في الكتال اللي بقول له بعد الشيخ الاول بنعيزه في موضوع الانفراد اللي بيقدم لهم مخطوطات ومعلومات يمشوا عنها لعادة صناع السيف وبيقول له بيروح عليها لازم ان يرجع للملكة وبيعتزل له من ان الوحش السعلي ده كان بيستدفعه من الاساس وانه اول ما يمشي هتختفي كل المشاكل معاه اللي بيسكته بيحاول يفك عنه سيكا وفي تانيه على طول بيتحرك ناحية مدينته اللي اول ما بيوصل بيكون وراءه وراءه التقارير ولما بيخلص مشاويره بيروح ينام واسناه ونام بيبقى في شخص مستخب تحت البطانية اللي بتفزع منه ديفي وبيكون فاكر منه الشخص جايله بسبب سلسلة نجاحاته اللي حققها اللي اول ما بيشيل غضب تطلع له بنت شعرها احمر وبيبقى لسا فاكر بانهم بيحاولوا يستغلوا البنت وطيبت قلبه اللي بينادي ساعة على ايمي اللي بتزون في الظنة اول ما بتلاقي عنده طفلة صغيرة فبيزع لها على انها بتدخل اي حد عنده فبترد علي ايمي بانه مفيش حد كان بيعطي باب القوضة غيره فلما بتروح تشيل بنت بيتشاول بنته عليه وبتقول له بابا وبتطلع له بنت تانية شعرها ازرق اللي بيخليه مش فاهمين حاجة اللي بعدها بنقدر نفع بان الرياس زرق والحمراء طلعت اسلحة روحية تقدر تتجسد واللي بيخليه مصدوم اكتر انهم بيقدر ياكلوا وبينفض لهم وبيسوا يعملوا اللي هم ما عايزينه وبعدها بشوية بتدخل واللي عليهم اللي بتتجند بالعيل اول ما بتشوفهم وبتعرفوا بعدها بان كانت جاية تطمن عليه وبتقول له بان القرى مصدوعة من اقزام التغيرات اللي حصلت في القرية في الفترة الى سيارة اللي حكم فيها اللي بيتقول له بانها كانت جاية علشان حرستها الشخصيات صابت وهي بتدفع عنها وان الاساسين اللي طباء فشلوا في علاجها وان كل اللي عمله واستغرق السم ولكن بتعرفوا بالنظارة عرق جديدة زي ابو عزارة على جسمها اللي بتقول عرق دماغه لفليه اللي مش بيرتحغل لما بيقومون فيزموس وان النقبات النظار في الموضوع ده واللي بيبقى لسه شغل دماغه اكتر وهزي المرض ده موجود في العالم ده وبيبقى مش فهم زي البرمائين اللي متخلفين قدروا يعملوا سم زي ده فبيعود على القرص يقول لشخص مش شايفين وبانه عدى لمسفة كبيرة علشان يوصل هنا وبيضر يخش اخيرا وفي الوقت ده بيظهر الشخص ده نفسه فبيكمل دي في كلامه بانه سعر المعلومات اللي هيجبها اديه فبيلد على التاني بانه طالما فلوسه كفاية هيادر يجبه بقصر ملك المملكة اللي جنبهم لو هو عايز كمان فبيبقى تفكير دي في المنحرف فاميري بمملكة الان اللي بيقوله في الاخر بانه يكشف عموضوع حارسة ويلي وفي الوقت ده بيكون بيشوف نفسه حالته وبيعرف انه اسمه جاك من فاصلة الالف الاسود واول ما بيارد علي دي في الفلوس بيرفض وانه ميتحزب بعد ما يخلص العملية اول ما ياخد الشرط الاوكي وبيختفي بعدها وبتكون بعد الحزة دي فيو وين بيتكون ويني عايزه يتحرك وفي الوقت ده بيشارك في الحوار اوليس وبيعرف عن نفسه بالنساعمة الدرغة الخمسة وانه من البرج الاحمر اللي بيروح بعدها يتكلم مع ويني فبيزداد غضب دي في اتجاهه وبيكون عايز يخلص عليه ولكن سيدات الشياطين بيتهديه وبيكون دي في عرف انه من البرج الاحمر وانه من عبرقية البرج بس هو اللي كان بيدعي الغباء اللي بتبقى مشكلة دي في دا كله انه بيتكلم مع ويني اللي بيبقى على تكه ويفجر راسه فبيبتدي ويني سيفتخر بنفسه بانه عنده سعر الفضاء وممكنين الى اي حاجة اللي بيوافق دي فيا اخيرا بعد ما تشمل غروره فبيضر فعلا انه انهم في لحظة ولكن بيبقى دي في شامي وريحة تعافون جسس فبيطلع شخص يجري عليهم وبيعرفوا بانه اتبعت من مركز الامراض لمواجهة الحوائج فلما بيعوزوا يمشوا بيحصرهم حارس وبيطلب منه انه كنت لينجيتون بانه يمشوا عراق فبياخدهم للاصر بتاعه وبتعرفوا انه بان دي مقاطعة ملك بارس اللي بيرد على بان دا كان غزب عنه ولكنه هو من الامراض وانه سلطته عالة من كده وبانه يقدرنا يا رب بعدها بانه مركز الامراض واخد جوزة من موافقة من ثلاث امبراطوريات وانه هدفهم هو رعاية طبية وبيعرفها بانه في مرض انتشر عن دوميس مدم الشيطان وبتبدأ مع المريض ببوع زرقه وبتوصل دايما للموت وانه كل الناس في عزلة بسبب سرعة تفشي المرض دا وبيعرفها بانه حاليا سلطته بتتخطى حتى سلطة حاكم المقاطعة في الظروف اللي زي دي فبياخدهم بعدها جولة في منطقة العلاج وبيقول المكان مليان بصراخ المرضى فبيعادي الاب في الغاية ما بيلايه بوتنا اللي بتقول الملكة بانه خارج من ناحيتها راحت زارة الرهينس وابتبقى الزارة دي دي من اخطر النباتات السمة ولم بيروح دي في بص عليها بلايه بانه درجة حرارتها وصلت للساعة وثلاثين درجة وبتكون فحلة حرجة وعلى وشك الموت وبيقول دي فيب ان المرض دا اسمه الجرسوم وسرع التجمد وانه دا مرض من العالم تاني وانه تعمل علشان يتفوق على باية الجرسيم وانه مرض لو اتصاب واحد منه بينتين لملايين بسرعة وانه في العالم اللي في المرض دا خد منهم عشر سنين علشان يلقى القاح وفي الفترة دي مات مئتين وتمانين مليون واحد فبيحاول ساعتنه يساعدها وانه ما بيمسك المشرت بيوقفه بارنو بقوله بان دي منطقة محزورة حتى لو كنت امير وبيأكله لو ماشي خوفا عليه من انتقال المرض ليه وفي الاسناده بتبقى في حالة انتشار عنده المرض بشدة فبيحاولو يدلو ايوم سكين ولكن دي في بيوقفه وبيعرفه بان انه عمله كده فراجل دا يموت اللي ساعته بلاحز بان الدم تقلط عند دريعتين فبيقدر يخرج الدم دا وبيقلل حالة ترجع مستقرة فبيخد في ساعته عينه علشان يقدر يعمل منها لتعلاج اللي بيرجع بعدها للأس وبيعرفوا انه بالأحداث واللي بيحصل هناك اللي بعدها بيخرجه بيسيبه وبيقعد يفقر في اللقاعه في الوقت دا بيطلع له جاك اللي بيديله الحاجة اللي كان عاوزها منه وبيطلع منها وراء مليانة بمعلومات فبيطلب منه بعد كان انه يديله الحاجات اللي اكتباله في الوراء دي وانه يحط الفواتر على حساب مركز مكافحة الحواق وفي اليوم اللي بعده بيبقى نقل داير ما بين كنت بسبب تغيير طريقة العلاج اللي بيسكته ساعته ديفي على انه يقدر يسبب التفسون بارح وبيسأله اسكني يقدر يعمل وصل العلاج ولا لأ وانه مش جايه هنا علشان ياخد اماكنهم وانه المملكة دي مملكتهم وانه شايف انه اهل دا وليما بيجي الليل ببقى كنت بيتكلم مع كوليو اللي بيقولوا بان ديفي لو لها العلاج فده هيخليهم في موقف صعب وممكن تحصل تشككات وانه كان لازمة ساعتها يرفض طلبه فبيعرفوا بان لو ديفي لها العلاج فده هيفيدهم ويفيدوا والتاني وفي جايه ديفي اللي بيحكينا بانه اني مسادات خلصت منه ووديته قسم العلاج وبيروح يعفلو كونت في المعمل علشان يرأي بوا بيعمله اللي بيروح بعدها ديفي يستكشف العرض اللي بتعني منها المرضى وبيعرفوا اخيرا ديفي يعمل اكسامه ضدها للمرضى ولكن بعد ما قابل ديفي لينجيتون بقول للمملكة بان شكله من بره بيدي طيب ولكنه حاسس بشعور غريب ناحيته وفي الوقت ده بيكون ويلس بيكلم البرج الاحمر وبيعرفوا معلومة استكشف ديفي للعلاج وانه يوظر يعملها في اربع ايام بس وبيساله بعدها العجوز عن الحاجات اللي كان يقوله ان يدور عنها فبيقوله بانه فقد المعلومات ولكنه لسه شواف فبيبعد يحكيه العجوز عن الشخص ده ولكن الكلام بيقف معنا من فجر في الاصر اللي عادة في ويللي اللي بدير اوليس بيسيم محادسته وبيروح يشوف ويللي بسرعة فبيحاول ينشف المكان بالسحر ولكنه مش بيليه اثر ليه وبيفتكي الكلام معلومة العجوز عن الشخص ده فبيستخدم سحر الطيران وبيجي المكان اجتماعه وفي الوقت ده بيكون الحرس حاصرهم فبيعمل فادي في انه عبيته بيسال برون على اللي بيحصل وفي الوقت ده بيكون اوليس بيكافع للوصول ولكن بيقابله في طريق كوليو وفي ناحية ديبي بيكون الحراس نوين يخلصوا عليهم فبيكسر ديفيلي الحرس سلاحه وبيكون صد اجميته بيده العارية اللي بيستخدم على الفرس شوحنة الرادة وبينزله شغل لما يتفحم وبيعرفوا بان اختاروا قتل شخص فهم برضو عرضة للقتل فبيكون ملكة الشياطين مش عجبها قتل ديفيليهم فبيقول لها حاضر وبيقتله اتنين تانين وبينادي على جاك اللي بيطلب منه الاهتمام بجزء سوء قتل الباقي فبيروح بعدها للبرون وبيطلب منه ان يرجع للعادة علشان المرضى وبينطلق من خلال الجنود اللي بيعرفنا انه انه اتخطفت وانه استخدم تعويض التعقب فبينزل وسط خبرها من جيش المركز اللي بيستخدم تعويضها بسيطة بيقدر من خلالها يقتلهم كلهم مرة واحدة وبعدها بشوية بيكونت بيوصل لكافي بيحتفظ بيكونت بالناس اللي التقربة اوف جيت اوليس بيكون خسرا ومحطوط عليه اللي بيقعد ساعتها الكونت يغزو اللي بيخليه يدهي ويمسك سلاحه وبيقعد على الارض مزلول اللي بيطمنه بانه يخلي بانه مشوية فران تقرب على انه ما يخسرهمش وبنا يا رب بعدها بالنسب الحياة ولينكين وانه اول ما بيخرج بيخطف متن شخص اللي جرى التقرب عليهم علشان يلاقي دول مرض نادر وعلى الرغم من النجاح اللي انه طلع عايش من اومة عشرة ونصة معاكين وكلهم ماتوا بعدها بثلاث شهور واللي بيقيت العشقات المتسلسل واللي بيقيت المياه غزار واناكي اللي بيقيت الالف بيتسمى بطل وبعدها بيقول ساعتها بني الامير دي في الزمنه مات هو اللي ياخد الفضل في انتاج العلاج وانه وليس التنايبه فارت غارب اللي بيوجيه له كوليو لقطع دي اللي اتنين وبيكون ديفي انقذ القصة وضرب كوليو وبيوجيه له بعدها اديت لكمات سريعة بيخلص عليه فبيروح ديفي ايش في وليوس بسعر من الدرقة السابعة وبيروح بعدها يخلص على كونت اللي بيطاله دراعه وبيرمي ديفي كمان من فوق الجبل وفي الوقت ده بتصحى ولي وبيكون كوليو لسا عايش وبيوجم على ديفي كمان من داره اللي بيتوقفه الرايا الحمرة وبيبقى عاد مستغرب من اللي سيف روحي فبيسيب ولي مع وليوس وبيروح يزبط سيد السيف كوليو وبيلوعه وماشي بانه مش ضعيف زي ما هم فاكرين فبيبقى كوليو طبعا في السيفين ولكن الاول بيهجم على الرجل اللي بكنت علشان يشيل حرقته وبيروح ويهجم على التاني اللي بيخليه يتكاكر ويرجع زاحف ومش بيكتفي ديفي المفترب ده وبينزل على بوابن من لكمات اللي بيبقى مش عاديه كوليو وميدي له حتى فرصة للرد فبيقول ديفي بانه اعمل خفيفة بيتعرفه ملكة الشياطين بنوصل لحدوده وهو مش عارف في تجاوزها وبيواجه له كلام بانه عايز يزرع جبال وحوش علشان يستعيد جسمه المدمر وانه كمان هو السلم القطع طرق ان المرض ينتشر ويقدر يعمل التغرب اللي هو عايزها اللي اسنامه ديفي سرحان في كلامه بيوجم على التاني على غفلة وابتبدأ اعداس قسم رجليد بديف اللي بولون بانه عارف بانه هم اللي كانوا باعنارد القطع طرق اللي بيتكي الساعة من ساعة الاغبار اللي قتله من جاك وده عشية الكون وبيكمي الكلامه بانه قاذره وبساعة فعله دي فانه منظمته كده ممكن تتفكك فبيوامر ساعة الكون تقول له اللي بيتدائع عليه وبيسكته وبيقول في نفسه بان الفجر ده ما اكتسبش كوته من السيوف السحرية بس وانه مبارز على اللي فروت بتساعة سيف وانه كان بقدر يستخدم سحر الارض من مستوات العليا وانه مستهيل حد من عمره يكون عنده كل المعرض دي وانه لو كان كده فديفي هو مواجزة عصره فبيسحب ساعة سيفه وبيستعد للكتال اللي بيعرفه دي في بانه مش هتنمر عليه ويبطل ضرب في بطنه اللي ببرو كوليو بيفعل السيفة بانطلق بسرعة الضوء ناحية دي في اللي بيتفاجه هو التاني من قوة كوليو الجبارة ولكن رغم قوة هجومه وسرعته العالية اللي ان دي في بيتفادها بكل سهولة وبيقول لكوليو بالنعوية وانه دي تاني مرة يضحك عليه فيها اللي بيجمع في قبضة ايده وبعد الهالة السحرية وبيضرب بها كوليو وبيزود كمان عليه بدربة التحتيم المزدوج اللي حرفيا بيصفر كوليو المريخ اللي بيطلع لسعيش من ده كله ولكن بيبقى مصابة اصابة داخلية بتخليه انزف دم من بقه وبيقول في نفسه بان الفجر ده طلع كوي جدا حتى في المرات الاساسية مليش فقط فوق وبيستسلم بعدها القدر وبيغم عليه وبيقول له ديفيب انه صراحة كان متفاجئ منه لانه كان عايز يضع عليه بالضربة دي وباين بان العجوز ده مسهل ابدا اللي بيتروح له ساعته اللي هي ووليس علشان يتطمنوا عليه اللي بيحاول يعتزله فبيوقف ديفي وبيعرفوا بان لو كان خسر ما كانش هيموت لانهم ما كانوش اصلا يعرفوا ازاي يصنعوا العلاج وانهم يقدروا يمشوا وايز بقهم بعدما يخلص على لينجيتون اللي بيكون استغلل شغل ديفي وقدر يهرب فبيعتزر اوليس لديفي بان المنة اللي مع حاليا مش هتكفي لمطاردة لينجيتون اللي بيقوله التاني ساعته بانه يافو ما يتحركش وبيكون ديفي ساعته بيستخدم نفس تقنية اوليس اللي بيخليه متفاجهين من انه بيقدر يستخدم السحر ده فبيرد عليهم ديفي بانه ميتكله على الله وبيتم نقلي وولي وقلس وفضل ديفي اللي بيوضع علشان يخلص على الكونت وفي ناحية الكونت بيكون مش قادر يتحرك وعمل ينزف دم من كل حركة فبيكون ديفي اتبع عصر دمه وقدر عن طريق كده انه يوصله اللي بيقوله كنتوا بينهج بانه وحش كبير فبيصبرش علي ديفي وبيحاول يقوم عليه ولكن بيزر درعم العدم بيحميه وبيبطل الهجمة فبيقعد بعدها يضحك بيسترية بعد ما تطمم منه خلاص في امان اللي تلاعب ان الحاجز ده كان عامله كخطة احتياطية وفي جهة تانية بيقول بان الحاجز ده قوي جدا وان المنة تكسفت فيه وكو ان الجدار منيع اللي بيطلع ساعته جاز من جيبه فبيتنبهه ملكة الشاطين بانه كده بيحاولي يا رب فبيكون فاتي الاواء لانه بيكون خلاص داس على الزرار النقل فبيعرفنا بان ده مفتاح لفتح بوابة بتقدر تنينه المكان بعيد جدا مش هيخلي حد يوصله وبيقعد خطرة في الانتقام وانه يخلي فارتغارب وانه معا كمان كل الالاج اللي عمله فبيقعد بعدها يكمل بيات الفصل دحكة حرفيا اللي اخيرا بيكلم ديفي وبيسأله اذا كان خلص ولا لا لانه المسرحية دي بيتمومنة وبيشنوعه المفضل كمان وبيستخدم الرايا الزرق في تكسير الحاجز اللي بيخلي لينجيتون عاد مش مستوى من الصدمة بان حاجزه اللي صرف عليه تكسر وبتطلع دف وضل مهارة الرايا الزرق الجديدة اللي بيططع اي حاجة غير مادية وغريبة للعالم وبيطلع بان لينجيتون مات مع الحاجز اللي فجأة بتحصد زلزلات شديدة في الكهف وبيطلع بان كل ده من تدفل لينجيتون اللي عامل خفص بتخطة بديلة وفي خارج الكهف بيواصل اخيرا جرود من المملكة وبيطلع بان برس اللي بيقدوم وبيديرهم تعلمات بالقبض على لينجيتون والبرون اللي بيقول بان الوضع ما كانش كده ساعت ما هو ماشي وانه كان موقع اقدم على لينجيتون وكان بيستنى انه ياخد اذن علشان يبتدي يدخل في السلطة ولكن بعدها بيقابل البرون الجونيور اللي عرفه بان في شخص ناشر مرض خطير اللي بيوقف سرد الاحداث بعد ما بيلاقي جزاس مرجز الابحاث ما يتير على الارض فبيطلع يجري بسرعة على الاصر ولما بيروح هناك بيقابل جونيور اللي بيشرح له كل حاجة حصلته عن اللي حصل لإخواته واللي بيحط برط في موقف صعب اللي قول ما بيبص ورابي لا هي اوليوس وبيطلع بانهم اللي اتنين اتأثروا بالأهزات اللي عملها لينجيتون وبنرجع لديفل اللي كهفه وايه عليه وبيقول بانه سهل الموضوع وانه كده يقدر انه يدمر كل حاجة فبتصحصحه ملكة الشياطين وبطرفه بانه حوش الكاميرا بتهرب وانه حاليا من متجه ناحية المقاطعة اللي بيتير في الهواء وبيطلع الرأي الحمراء وبيستغير من المنة علشان يقدر يستخدم مهارة الصاقة بمده كبير يكف الغابة وبيستخدم ثلاث مهارات اخرى اللي بيبتبقى الملكة منزالة من مستوى السحل اللي بيستخدمه فبيقول ديفي بانه كده محتاج انه يمشوا اراحد واللي بعدها بيطلع صوائك من استمع على هوش اللي بطول الغابة وفجاء تانية بيكون في اسم النبالة بتارب من كتاة ترك اللي بيبقى وراهم ولكن بيكونوا في اللعظة دي معدين من جنب الغابة اللي بيصعقة دي في كلها فبيأمرهم سيتقيدهم منهم بيخشوا الغابة وفي نفس الوقت بيكون ديفيستغلق كل منته وبيكون على وشك الانهيار فبتطلب منه ساعت الماكة بانه يوقف التعويزة وبيطلع بان العربية دي عليها شعر العلقة الملكية اللي في اللحظة دي بيشوف البنت اللي من جوه العربية هو طاير فبيحن عليهم وبيكرر انه يساعدهم ومن كتر حظي الكلاب اللي عند المختلين بيتصابوا بصعقة بتاخد معهم الارض وبسبب الهجوم ده بيفقد في كل طاقته وبينتهي بالامر يمغم عليه وفي جيهة العربية بيفتعل حرس الباب وبقول الاميرة بانهم فاهمان وانها تلع دلوقت جنود الامبراطورية جين في مسافة السكة اللي بتلعز بانهم فقدوا تلاتة بسئة بالنهاجينة اللي بيحاولوا ساعتها وراسة انهم يهدوا وبيحطوا اللهم على تأثيرهم اللي بيخدهم بعدها في حتة البريدة وبيقولهم بان الشخص اللي عمل البريدة يتفوق على اقوى سحر في القرى وبعدها مدة بيكون دي بياخيرا صحي فبيسع الملكة عن المدة اللي غفية عن الوعي فبيقول له بانه نايم باله ساعتين اللي بيقول له بعد كده بانه نستبدري وبيكمل نوم تاني وبعدها بشوية بتقبل هو بارس اللي بيكون بيدور عليه في الغابة اللي بدوره بيعمل له كشف عن اي صاباته وواقف وبيتلم بعدها شامل الاخوات بحضوره اني وبيطلع ديفي كان شايل مع ازاز الدواء من وراء الانجيتون فبيقول ديفي بانه دي حاجة طبيعية لانه يدري يتفوق على ايلينا وقليس وكان مغمع للمودي تلات سنين اللي بيقول لهم بانه بعدها بانه جاب القوة دي مجهوده فبيقول ديفي بسره بانه ما ينفعش قلهم الحقيقة عن الاطال ده ازا كان ها يصدوه اصلا وانه نهى معهم الحوار بانه يقولهم في المستقبل واول ما بيروح بيلقى بانه رأي الحمراء مدائم انه بسبب سحب كمية كبيرة من منتها اللي بدوره ديفي بيحاول يصلحها لاخر ما بيزع منها بيكرف لها وبتتغير نظرة الرأي الحمراء ليه وبتشوفه بانه شيطان كبير واللي بتطلع سايتها لما لجه بتحل الموضوع وبيطلع بانه ابتدار تتحكيب فطول قسمها عن طريق المنة وبيسيبو ديفي يبكي في الزاوية وبيعدي بين الوقت البعد كم يوم بيكون ديفي في الوقت ده سلم العلاق خلاص للمتخصصين وانه بسبب المرض ده تسبب فهلك اكتر من تلتم الشخص في المقاطعة فبيكون ديفي فرحا بان المرض انتاب قتل تلتم الشخص بس وانه لحيا الموقف يدخل فاخر لعزة وانه لو لا كانت ممكن يتقرك وانه تنتهي وبيقوله سايتها جيك بانه مش هياخد فلوسه وانه ويحاوش كل دوله ويطلع منه طلب مستحيل انه يرفضه فبييرد علي ديفي بان شكله كده يحتاج بها عضوه علشان يسدد له فلوسه وفي نفس الوقت بيكون جاله اتصال على البليرا اللي بيطلع بين ايمي هي المتصلة فبتل قطع بين الاحداث وبينتيل بين المشهد لعود ديفي لمقاطعة اودريم اللي اول ما بيوصل بيقعب بارس في شغله وبيطلع في اربع أيام جزة مع ويلي اوريوس واينز وبيرجع بين المشهد وبينبقى بارسي بيطلع من ديفي انه ياخدها معاه لانه حاليا في حالة اختفاء في ظهر الهيتام اللي عندهم وبيقول لان ديفي بن ايمي عرفته بالنمر ده حظيت عنده في المقاطعة شوية اختفاءات واسنا وهم ماشيين بيوقف حد ارابيوته وبيطلع الشخص ده هو دايلوس كابتن فورسان التنية الاحمر واللي بطلع بيعتزر منه اللي طلع صاري كله اوليوس وفجئت كسر امبراطورية لينديس ويكون سيدة عابة مرم بالكوس اللي بيكون زانه مش لها حد نفسه واللي بطلع ابنه بيكون من اولهم اللي بيعرفه بعدها بانه لو فضل كده يفقد العرش فبيسأل بعض المحاضر اللي ادهاله عن ساب ما جيته ليه اللي بديه بيعرفه بانه معه معلومات من نقبة مياري واللي عرفته بانه الكوران لينجيتون مات والبرون كوريو تم اعتقاله بسبب المرض اللي تسببه في نشره ولكن تم ايجاد علاج للمرض ده بسرعة بفضل امير مملكة رون اللي بيطلب منه الملك في ساعته ان المملكة التانية تستحوز عليه فبيطلب منه انه يدعي المملكته ويحاول يجوز واحدة بالعينة المالكة فبتدخل بنته في الوقت ده يتحييه اللي بيعرفنا الكاتب بانه في امبراطورية لينديس وبيتم فيها عنصرية ضد الاجناس العاجينة وانه حتى يرينا بنت الامبراطور ما سلمتش من الشعبية درجة انهم بيشك انها بنت الملك اصلا وبنرجع تاني للملك اللي بيسالها عن سبب انها بتنديم بالامبراطور فبترد قالب ان في الناس حواليهم هتبتدي في نشره شعاعات عن الوحش ده تبقى بنته والساعته بيدي يقول اتنين من كلامها بقول بالله يقول كده هيتم يعدمه فورا فبتحاول ساعتها اريه انها تهدي الموضوع اللي بيودها بانه مشايز الناس دي وبيواشوش البص ما بينه من بعض وانتهل بين المشاهد اللي مقاطعة هينز اللي بيبقى كالعادة الناس بتلميه حوالي القلعة وبيكون ديفي ساعة توقف بيبصي بالشباك فبتجي ايمي بتعرفه ان ايلين عايزة تقابله اللي بيقعد يفكر في الحار ده بانه ما جيه ايلينة ليه هالفت ان انظر لي اكتر فبيقول لي ايمي بانها ترفضها وبيقول لنا ديفي بان ايلينة ببطلتش وفضلت تطلب تاني بعدة مرات كتيرة لدرجة انه بطل عدة حتى المرات دي وانه كان دايما بيحط ايمي قدام النار واللي بتطلع الملكة فامه وبيفكر في انه من خلال رفضه ده فهو يعمل دعايا نفسه وبيفضل يضحك انه كده ايل المفلوز والخزينات يتمليه احلام العصر دي فبتنطل في الوقت دا ايلينة مش شباك اللي بتروح تتنقش معاه بهدوه وتامه بكل عقلانية وبنرجع تاني الاريال اللي بتقول ابوها بانه في شخص انقذها في اسناء رحلتها وانه عايزة تتجوزه اللي بيخلي ساعتها يفورم الغضب وبيطلب من البصر انه يروح بسرع ويجيب له اراني للشخص ده وبينتي البناء المشهد لينينا ويتوجه رجو الاهل من صلع ديفي اللي بتحاول ساعتها الينا انه تعافر معاه وبتفتكر بعدها بانه كده خلاص بازه وبتوجه له الهجم القاضية اللي بدوره بيفجعها بشعاعه وبيخليها تترجع لورا ومش بيسبع حتى تلطقت انفسها وبيوجه لها جم اخر وبيخليها متفاجع بانه بيقدر يوجه هجوم بعيد المدى اللي بتوع ساعتها تسيب وتلعب في ديفي وبعدها بيعدي من الوقت فبينتي بعدها الكتال بخسرت الينا اخسرها فادحة واللي زود غضبه اكتر انه ديلي بيديها مقبول فبيتقول له بانه بيغش لانه حتى الغلمة حاجز دفاعي وكمان زود له بطاقة تلت دوائر سحرية فبيتلع بان الغلمة عايقاص اللي بيقول بانه كانت خصمي ساله انه علي يموت الا انه يخيب ظنه فيه واللي دور ديلي بيشكر الاغزم اللي بنقول له اصر جديد ومعا كمان ورشة عمل فبيرجع بينا المشاهد لليوم اللي جات فيه لنا للاصر غاليت له ساعدة بان فيش عطار عليهم اما اللي اتنين اللي بيحاول ديفي اعمل فيه انه عبيته بيغير الحوار فبتدخل الينا فصل بالموضوع بتعرفه بانه كانت عايزة تشكره لانه عنقذه وبتسببه بها في انكالدرس ستيكز واللي بيطلع بانه ستيكز وتحول الروح على شكل بنت بسخطه في الارض وبيطلع في الاخر الموضوع ده بسبب انه كانت عايزة تشوف بيريس اللي هي ملكة الشياطين وبيتكون الينا عايزة انه يعلمها استخدام السيف ولو رفض ده بانه اعترض علي عرض خطبه علشان يستفده والتاني من الاخبار اللي هتخلي الناس تجيله واللي بيخلي التاني مستقرم منها وبيوفي في الاخرين ويدربها واللي بيعرفنا بانه حالية الاصر الملكة ملان خناهات ما بين الدرس اكبرتية والمركيز باتريس وانه بيحاول يتنبه باللي بيحصل في المستمر وانه يكتفي بالمشاهدة بس واللي بعدها بينتيل بين المشهد لخارج اصر ديفي وبيكون ساعتراحي ابي الاخزام الاول ما بيعرفها ويتوليس ويلينا بيكروفلون كلهم وبيبساء مقابلتهم ليه هو ان الاخزام التامن تطوري النسخة الجديدة منه اللي بيضاوليس من باربي واللي بيكون بيتبع كل اوامر ديفي بالحرف الواحد فبتطلب منه اللي انه عايزة تقاتل مع النسخة دي واللي على طول بيوفيه وبيطامنه من ناحية التصليحات وانه تقدر تستخدم كل قوتها فبتنجز على طول وبتستعدل الكتال واللي انتقل الكتال بفوزي الالي وبيكون جدا ديفي مدليها فبيحاول اقول له سنو بطلب منه انه يقاتل ولو وصلت لغاية هنا فما تنساش دعمنا باللايك الجامد واللي اشترك الاجمد لدعمنا ولكن ديفي مش بيخليه يكمل حتى كلامه هو بيرفض وبيقعد بعدها طول الليل وهو بيخطط وبيحلم في تقوية الغلم بتاعه وبيبقى ناوي يستخدمه في الحروب كمان وانه لو خمسة منه تجمع مع بعضها فكده يكون افروض بتسايد عظيم فبتدخل علي ايلينا بعدها علشان تقدو تتكلم معاه فبيكرر ديفي انه يحن عليها وانه اخيرا يضربها واللي بيبدأ التبرين بوجم ايلينا بسف كالدرس ضد سف خشبي فبيبقى ديفي بيصد كل هجمتها بكل سهولة اللي بعدها بيوجه لأول هجم ليه اللي بيخليها تتراجع خمسة متر الورا فبتزداد غضبه بتوجب عليها عدة هجمات فبيقول ديفي في الوقت ده بانها لو كانت هجمتها على الميجاترون بالهجمات دي كان زمنه تحول لأشلاء وانها كل ما بتمسك كالدرس بتزداد كوت وانف اجمتها واسناء ما راقية في البيتو جب علي انها بيهجوم بيهز فعلا اللي حواليه فبيكون ديفي منبير بما هيبتها لان دي نفس المعارة اللي استخدمها ضد شارلي وانه خد منه عشر سنين علشان يعرف يقلدها واللي بيقول لها بعدها بان التمرين خلص وان كفاية الضرر اللي سببته فبيتقد باتل للعياط فبيحاول يهديها بان يوريها الشكل الاول من انسجام السيف وهي معارة كوت السيفي التيل وبيعرفها بعد كده بان طريقة السيفي التيل بيتقديمها وملائش فايدة وانها للهجوم مبايتش للدفاع واللي بتطلب منه بعد ان يكون شركة واللي بيسالها عن سبب دا وهي عندها سادة كتال تحت عبره فبتعرفوا بان لازم ان تكون كميتها 20 سنة علشان تقدر يكون عندها مجموعة زي كده واللي في الاخر بيوفي على دا ولكن بيوريسالها اذا كان بيخش مناطق شياطين وبيبتسم ابتسامة خبيسة اول ما بيررف بيسيبها ساعتها وبيرح يتري مع السرير وبيبقى طير من الفرح بانه النهاردة حقافوس كبير فبيتحاول برسرك انه تحذر بتطورة المنظمات دي اللي بعرفة بان دا مهم لي ويادر من خلال دا من تجميع معلومات هتخلي الميجاتون افضل واحسن من الاول وانه مش خاف من اي تهديدات طالما مع اسلحته وبيقول لنا بانه التفاوى ويلينا بانه ما يتابله تاني بعد اسبوعين ومنسا يتسابته في الحلوة ومشيت اللي بيقضي تاني شوفه احوال مقاطعته فبتدخل يوري في وسط الشغل وبيتقدمه الشاي وبتخرج تاني وبيقدر يارف ديفي بانه روح من الطبع العليا فبيعب بعدها مع البرون جونير وبيكون البرون عازي والاسم ديفي في البحث ولكنه ببقى رفض لانه عازي بقى مستخب بالغاية ما تيجي اللحظة الحاسمة واللي بتجي لنا في الوقت ده وبيتعرفوا بان الاسبوعين عدوا انه خلاص جيواتي ماشيهم وبيتعرفوا بانه تاخدونك بصفته تلميز لها فبياخد مع مكعب وبيطلع بان المكعب ده والميجا تروني للنسخة التانية واللي بتوفي بعدها وبيدفعه الباب تلينتال اللي بينطيله في سنة لشمل الكرة الوسطى في غابة غير مكتشفة وبيتعرفوا بان اسم المنظمة دي هي ليد فورسة الفا وانه لسه هي التانية ما بيتش عدوا اساسة فيها ولكنها عايزة تكمل عشان تدخل المناطق المحظورة القتل شاتين ومصص الدماء فبيتعرفوا بانسريك بانه بتمل كده علشان تنتيم لهمها علشان كده بتتجنن كنها بشوف مصص الدماء واسنا كلامهم بيكون في مجموات الزاب بتحاوتهم فبيوقف ديفي لنا من قتلهم وبيطلع لهم مكعب الميجا تروني وبير من ناحيتهم واللي ميفك عليها ساعة سعر التصغير وبأمره ديفي بالنويد عليهم كلهم اللي ساعة الميجا تروني بيسدها يشغل الشغل وبيض على كل الزاب في العزات معدودة وبيكون ديفي في الوقت دفء اعلى مستوى الساعة تيو لانه الزاب عادة بتتوسل ليه فبيقهم والميجا تروني يخلص عليهم علشان يجمع البيانات وبعدها بيستخدم الغلمف سنو عربية توصلهم اللي بيخلينا مستغربة من كتر الفلوس اللي عند ديفي فبيتكون ملكة الشياطين متدائم الزاب سبت المنة اللي بتزداد كلها ويتقدمه فبتعرفهم الينا بان المنظمة عاملة زي حاجز بيمنع تسرب المنة عشان يحميهم من عدم الاكتشاف وبتعب بعدها تحكي لعنى اول مراجات فيها الغابة وان في اليوم ده خادت خاتم بيمنع تأسرة الحاجز عليها وان لو بقى عضو فهيتم تسليم واحد زيه واللي فجأسنا كلامهم بتلقيلوا بهم العربية وبتلع لهم شخص شعر وازرع بتتعرف على الينا واللي بدور بيستلع الدخل اللي جايبة معاها وان كده انتاكت القاعد وانه يمشي في جرات تأديبها وبيستهد الاتنين فلسنا دي للدخول في الكتال لكن ساعتها بيحترطر مع رسالة من الكبار واللي يجيبه الينا والشخص اللي معانا بيخلي شوي فض الكتال قبل ما بيحصل فبيعتز اللي ادي في عن المشكلة اللي تسبب فيها وبينتيل بين المشهد لقلعة ليد فورسة الفا واللي بيكون ديفي وبرسك معجب بالبامنا وترازه القديم فبيطلب شو من الشخص اللي معانا يروح يحبس ديفي في مساجل الطلبة لغاية ما يتم اصدار القرار واللي بدوره الشخص ده بيقاية ديفي بيستخدامه من فنو السودا فبيعرفوا بانه مش عايز يستخدم القوة مع البشر اللي احسن يموتوا من لكمة واحدة وبيعرفنا ديفي بان معلمه برضو كم معرفنا على لهجنا وبعدها بشوية بيجيبوا ديفي لقاعد الكبار وبيتكلم واحمله الكبار وبيعرف بانها انتاكت القاعد بانها جابت شخص غريب معاها فبيتوقفهم وبتعرفهم بانها تخلي تلمز لها واللي بيكونوا لسه برضو رفض للقرار ده بسبب هويته الغير معروفة فبتحصل بعدها ما شدت كلامية بين الشيوية لنا وبيصعب الموضوع اكتر وبيتبهوا انه جاسوس وانه ممكن يكون جاي علشان يعرف معلواتها عن المنظمة فبتدائي لنا وبيحصل الصدمة بين الاتنين فبيكونوا الكبار واقفين فيه شيو وبيكون شاكين فامر ديفي وانه الطلبة مرفوض وفي الوقت ده بيرفع ديفي ايده اللي بيقعد يبرر لنفسه بانه منظراتهم مش بتفهم وبتحكم على اساس المنة فبيقول واحد منهم بانه مستعددة علشان يعترفوا باختام ولكن الاولي بان قدراته فبيطلوا منه من نيوجل مبتدئ شيو اللي دائم انه هانتو ليو بيعرف ديفي بانه مش يرحمه فبتكون لنا الان من ديفي لاحسن يقتله شيو وفي الوقت ده بيسمح له شيو انه هو اللي يبدأ بقى الحركة اللي بيستخدم سايتة ديفي مكعب الميجاترون فبيقعد التانية التاريق على قوتل ديخوط ده اللي طلع ديفي فبيقعد الميجاترون بانه يطلع المنترون اللي بيخلي انه تقلق اكتر واللي بدرو التانية بيستخدم كل قوته ضد الميجاترون ولكن الميجاترون بيحمي ديفي من هجلد شيو التلجية فبيقى الشيو مش بيصدق اللي بيحصل له وبيعرفنا كاتب ان المباركون زي الشيون كوته معالية جدا ويجب ان لا تستخف بيها وان السعر العاديم بيحتاجه له موضوع علشان تشتغل العصاية ولكن المباركون بياخده نص الوقت بس فبيقل الميجاترون بيوضيه صعبة في التحرك بسبب البرودة وبيكون ديفي بياخد ملاحظات اسنان من الكتال شغال اللي بيخلي شو يدقي اقتر من المرات الاولى فبيحاول يزود من شدة هجومه اكتر اللي بيخلي ديفي اخد ملاحظات اكتر فبيكرر اخينا اني يجب عليه بعد ما جمع بياناته فبيكونش يوقف بالعافية اقوله باني بيحاول يقتله فبيحاول في الوقت الاتنين يقنعه واحد من الكبران اني واقف اللي بيحصل لاني الغلم واضح انه قوي جدا فبينما بياتوا الطلاب بابورين بامكانية ديفي وبيحسبوا بان السحر غلم قد الدنيا وبيدي بياتوا الكبران طبع قويس الاختراع اللي عمله ديفي ولكنهم بيلاحظوا بان يدفع ديفي ضعيف وانه معندوش حتى خبرة وبيقترح بانهم يعلموه ان موهبته دي كفاية بالنوية قبل في المنظمة بتاعتهم وبيكرروا انهم خلاص يقولوا النتيجة لان الغلم خلاص يتجمد بشكل كله واللي بيقضوا بعدها يتقبلوا شوية لشيوه فبيروح ديفي ساعتها يكسر خشب اللي مواجهد شيوه اللي بيكون في نفس الوقت دا والتجنعيته بسرعة حيلة وبيقدر يقطع له الخشبه ومش بيكتفوا بكده وبيروح يغفل ديفي من وراه اللي عمل نفسه واقع وبينزل ضرب على دماغ شيوه وبيكون الكل منداشين من اللي حصل الا الي لينة اللي عارفة اللي فيها اللي بتفكر نفس الطريق دي اللي استوداءها في اللي قال ليهم فبيعتر تشيوه عن نتيجة الموبرزة وانه ضعيف اعتمد على الجلم بشكل اساسي اللي بتعرفوا ساعتها الي لينة بانه هو اللي صنع الجلم وانه يبقى دعم خلفي كويس جداً لهم فبينتيه في الاخر الحال بفوز ديفي فبيتقوله انه بانه خلاص يبطل يعمل فيها الطارة الشريفة وانه عارفة كويس واللي بتقول في نفسها بانه شافت ابتسام ديفي المخريفة اثناء الكتال وانه هو الشرير خالص لكن اعماله خلت الشيطان يقوله يا عمي فبيروح لاجتماعي الكبار اللي بيبقى موافقين وبيبلغ ابو شعر احمد بانه كده خلاص ينضم ليهم فبيدخل ديفي في الموضوع اللي جاي علشانه على طول وبيعرف ابو شعر احمد بانه مهتم بالارواح والحش الشيطانية فبيتلعب ان ده كان اختبار عن طريق البرلورة واللي بكده بيكون خلاص كده ديفيد امر في المنظمة وفي صباح اليوم التاني بيتعرفوا ساعتها لنا بانهم خلاص يعدوا بعد كده من النقل الاني وانه بقى في امان مع الخاتم لو عايز يمشي من الغابة فبيتقوله بعدها بانهم لازمن دلوقتي يتحرقوا علشان يلحاوا التدريب اللي بيخلي ديفي امبير بجوة ده واجتهاده العالي واللي بيوفى جاوب الله بانه هتزباه واجاي وراها واللي اول ما بيمشي بيختفي باستخدام الساحل الاسود وبيراح يتنصت على كلامه الكبار واللي بيسمعهم هما بيتكلم عن غلم بتاعه عن بطء تحرقاته وعن انهم نوين يعملوا دروس تقوية فبيمتسم ديفيو بيكون عازيز اللي شياء اكتر علشان يفكد في المعلمين للامل وبيعادهم بان المرض يخليه ظهر اكتر من الاول فبيبتدي ديفيك تلات الفرق بعمل فخاخ واول ما بيالزابية الفرق في الفخاخ بيهجم عليهم على طول واللي بتكرر ايلينا انه تضمره وتخلص البشرية من شره فبيبقى المدرسين في الوقت دافحة لزوره وتعققه من اللي بيعملو ديفي اللي بيزود من انتاجيته اول ما بيرب ان التدريب قرى بيخلص واسنام ديفيو ومعادي بيكون مفيش حد طيق اهله فبعد ما التدريب بيتم يكافه بسبب ديفي بتعطبو ايلينا انه تجاوز العقل وراح للحظ ده فبيعرفنا من اندي كانت حاجة مهمة علشان يدرى يجمع بيانات وانه عارب بيقول اللي عمله ده خلي كل الاكاديمية تكرهه ولكنه مش مهتم وفي اسنها مش يوم بتندي واحدة على ايلينا اللي معاديها من قدمها واللي بتطلع صعب طويب اسمها لينسي من ردة فارس فبيتعرفوا لينسي على اختير رينده والاحمق الجاشر اللي هناك ده هو هج فبيعودوا وقتها يتكلموا بتستندج لينسي عن كلام ايلينا على انه فارس متجول فبيبقى ديفي مش عارف الفارس المتجول ده فبيعرفوا هيجيب ان الفارس المتجول ده بيفضل الوحدة وبيبقى كل مهمته يا جمع معلومات او جالب المؤان واما النوع التاني اللي بيفضل في الاكاديمية بيتسمو بالمرسا فبيتعرفهم انه بانه على رغم من معاف وشكل يدي على شاحات اكتر الا انه الارض بلد فبيناعز ديفي بالنهاو الدايق وميديلو راكشن خشن فبيتقولوا لينه بانه هاول ده ببقى فارس مرسا وبيقرأ الفرسان المتجولين واني دي حاجة عادية لاني دايما في صراع مبين الفارس المتجولين والمرسا واني بسيها بالصراع ده خلى كل فيها بتحاول تتخطقه وانجازات الفعل اخرى وده اللي خلى اليونيفورس الفا مكمل حتى الان فبيبتدي كل اللي عادين على الطاولة يلاحظوا تهامس الاتنين كل شوية فبتسألهم لانسان طبع تلقاتهم ببعض لاني لينة عمره ما حبت سرته قبل كده فبتعرفوا ملينا وهي مكسفها بانه مجرد على الشحات عطفت علي وبيتشير قاصرارا فبتنطك كأنه لوسيا في الحور وبتعرفها بانه ما يفعش بها في علاقة بين الرجل والست فبتعرف لينسي ديفي بانه لوسيا ملوفة عددها تطرصها وانها بتحب تعيش دور الكديسة وهي كمان من معجبين الكديسة ديفني فبتزوق لوسيا لينسي وبتروح تعرف ديفي على مساعدة فليدري وانها ممكن تعرفه انجازات الكديسة الاولى ديفني فبتعد تجيب له تاريخها كله وتحكي له عن كل إنجازاتها فبقول ديفي في نفسه بانه لو عرفت ملكة الزكاق ديفني كانت ممكن يجلى سكتها قلبية فبينجز فليدري ديفي عن طريق اغزلوسيا معا اللي بتبقى بقى العراديو مش عايزة تسكت خالص فبتدخل واحدة بتخلي لين مصدومة بيتناديعة بالأميرة فبتقول لها لنا بانه ما تقولاش هنا بالأميرة فبتقول لها ليسا بان كبير المؤسسين اكتشفوا وجود كاسوس بها من انقسامات داخل المجموعة وانها كمان سمعت بان غارات الوحوش ازادت بشكل كبير جدا مما قادة لقتله وصابت فرسان كتير فبترد على الانسي وبتعرفها بان الموضوع ده كان المفروض يبقى السري بعيد عن الطلاب فبتجاوبها بانها فعل عندها حق وبتلتفح على انبطلنا وبتسألوا بصفة الأميرة عذا كان موافقة الرأي واللي بيبقى منداش منه انكشف بسرعة دي فبترفه بانه سمعته سبعة في القرى فبقول ديفي بانه حاسس بانها طيبة ولكنه شاكي كفيها ومش مرتاح معها فبتسألها ازا كانت عايزة تقول له حاجة فبتروح وقتام طلع وراء وابتسألوا عن زكان من الممكن كتبت حاجة ليه وانها من معجبينه فبتروح بعدها المختبر الكيميائي تحت الارض فبتخل ساعت على شخص اما وبيقول بانه ما كانش متوقع انه هيلاقة مستخبية هنا اللي بيطلع الشخص اللي بتكلم هو الشيطن فيس فبتسألوا مليفيل عن ساب ما جيته هنا فبيرود دي لاب انه كان متخان من شوية تحول كل ابحاثها واختراعتها الرمضون وانه جاي ياخد الكنز فبيروح بعدها يكسر حاكم الالات وبياخد قلبي الحاكم وبيروح يسأل عن ساب عدم استفاقت التجربة حتى الان وبيختم كلامه بالنصر حال على ده يستحق الدراسة وبيرجع وقت اعمل عمل تاريكين وراهم كان اجبع من الملك مسجون داخل زجاجة اختبار كبيرة فبنرجع لديفيل اللي بيعرفنا بانه بعد اللي حصل فالفا راجع لمدينة هاينز وبدأ على طول في صنع اسلح جديد يسبتوا على الميجاترون وغير كده كما نستحق مع زملائهم من الالفا كعينة تجارب للآله واللي مش بيقدروا يستحملوا الدم وبينهزموا بكل سونة ويصر وعلى رغم ان اللي حصل ده بتتشجع الاختلين درا وهيجل قتالهم متانين وابتقدر ترب بانه خلاص يتابله وبعوضه متدرب وبيعترب بانه بقى بيحب يقعد مع الناس اللي تعرف عليهم هناك وبقى بيستمتع معهم وبيحكينا بانه في حياته السابقة بانه خرج من المدرسة العدادية واضغطه الحياته في المستشفى واللي بيكتري عليهم بعدها البدء في تعليق المستوى المستوى دي فبينتيل بين المشهد لك لين باندورة في قاعدة الفا واللي بتطلع المنظم عايزة تطلع بأس استكشافية اول مرة يروحها وبيعرفهم بالنها يهمل منهم مقادي المتهم وان الشخص الوحيد اللي بيصقه فيها واشرقهم فبيكون ديفي مشفك عليهم بسبب انه مش عارفين اللي منتظرهم بره وبان عليهم فاكرينها لعبة فبيوقف بعدها امتنح لمتائب باندورة فبيعرفنا بانه مش منداش من المتادي بل منداش لان في متادي انقاض من كليم هاينز وبيبقى شكي كعنه اذا كان طلعه قدامه ممكن انها صار تانية وانه لو لا يدر يصنع ميجاترون تاني فبتيجي اوليسيا وبتعرفه بان المتادي يمكون من طلع الطابق والليدو حتى لا نكتشفه الطابق الاول اللي بيبقى فيه حوش ضعيفة من المستوى الاول وان المهمة المؤكلة اليوم هي استكشاف الطابق الاول والتاني بس المدة اربع ايام بس فبتهمس له اوليسيا وبتعرفه بالنظر الاول لما يتم الوصول اليه وكمان بيتالب النفاضي وما فوش وحوش ولكن الناس محب بان هناك في غلمة فبيسالة ديف عن مصدر معلوماتها اللي بتحصل عليها فبتعرفوا بانها بتلمع اقر فبيقب بعد يفكروا بلايب ان الطابق الاول ملوش لازمة بالنسباله وبينتيل تفكروا للطابق التالي المعجية الغلم اللي هناك وانه ممكن كمان يلاقي حجر رون تاني مع حجر التحكم فاينز فبيقبع تفكروا منادته ليس اللي بيتقولوا بانه وقف في الميجاترون وانه ما بيتش عارفات نهاز بين الوحش الحقيقي فبيجي واحد من الكوار بيعرفوا بانه ما يخدش كل اللعب عليه والوحد وانه ممكن شاركه كمان يعاونه وانه حاسس بتغيير كتير في الجلم بتاعه لازدادكو واخفه عن اخر مرة شافه فبيحكينه ديفي عن التفاصيل وكيفية تم تطويره فبيكمل ما سورب انه بارع فنان في دولاك انه ضعيف جدا في البدني وبيقول له اتعمل لو اتزالات في معركة واصبع غير قادر على سداء الميجاترون فمش هيبه قدامك اي خيار غير انك تنزل تقاتل بنفسك فبيرد علي ديفي بانه يطمن وهيحاول ما يعش في الغلط ده فبتسيله برسك عن اذا كان هو ياخد الامور بجد شوية فبيرد عليه بانه يكمل الدنيا عادي ويستمتع بكونه متدرب فبتربه بانه لو حصلت حاجه ما يحاولش يتبقى بكوته وانه ممكن يجعلي موقف يغضعه لاستهدام كوته القصوى وبيعدي بين الوقت بعدها فبيكون وقتها يدري يخلصه الطبق الاول والثاني فبتغيزه ليته وبتقوله بانه بين علي انه قاعد منسجم لوحده عكس الاول كان لزيفي او انه احيانا بتشكي في انه عاج بالو ميات السنين فبيرتجي في ساعتها ديفي واما في ناحية المسؤول بيقول ساعت من السعره بانه حاسب انه كل اللي بيقعده من مكان ده بيتغير اللي بيوفوه فعلا على كلامه لكن مش بيلحق وبيلعز زيطة رضيها زارت بشدة واللي بيبعهم ساعتها بانهم يتجمعوا عنده وفي الوقت ده بيقول ديفي بيلي نفس العدس بتتقرر تاني هنا وللو لمس شخص ما اي حاجة بالغاية يفعل عليهم فخ واللي فعلا بيلمز واحد منهم عمود خرصانة بالغلط فبيبتدي التمثال يتحرك ويظهر مكان كان مخبيه وفي الوقت اللي بيحاول في المعلمين استيطرة على عمر وتهديت المور بتتكسر فجأة الارض من تحتهم فبينطلق ساعتها ديفي علشان انكز اي واحد من اللي واعه وفي الاسنادي بيطلب من الميجاترون من مسح الطبق وحماية الكل وبيكفز وراءه لسه وحاول اللي واعه وبيفعل سحر دائرة الجاذبية من المستوى التاسع فبيقدر ينزلهم على الارض بأمان فبيبتدي ديفي جسم وينزف لانه مش ضعيف لدرجة انه عدم احتمال القوة السحر ده واللي بيوم بعده وبيكمل برسم وبيعرفها بانه استخدم دوار سحرها لحمايته وانه موجودة عند استنفاس طاقته كوسيلة لانقص حياته فبيروحب بعدها يعلق البين وبيوحب بعدها بخمس دائع يحرك في الهواء واللي تم علاجه بس على رغم من ده واللي ستساقط على الارض فبتسروا لسه عن اذا كان هو اللي انقذهم فبيعرفها بانه استخدم سحر الجاذبية العكسية في ببا هاول مش عرف ازاي ديفي يتمكن من ده واسنما بيقولهم بانه لازم ان يتحركوا بيقطعوا يحاولوا بيسروا عن سعب انقذوا فبرد علي ديفي بانه يسكتوا ويبطر بروط الحمقات فبيفضل يعيني الوضع حواليه بقول بانه عنده احد متزمن وخياني الزنزنة ملاش اي فايدة وبيستدع ساعة اشتر الحمرة ومن مجرد تروح السيف بيضر يحطم الجدران فبيكون هاولا عدواره وبيتفرجوا عبقوا مفتوحوا مش بيصدق بانه بيستخدم هالة السيف فبيكملوا بعد اطارهم لغاية اما بيوصلوا القبو والطبك الثالث ولما بيبصوا قدامهم همهم متخفين بلاه وجيش كبير من حراس الحجريين فبيطلع سفول اتنين وبقولوا فنبدأ بالوليمة اللي بينطلق ساعته على جيش الحجري الوحده وبيستخدم اقصى قوة تكنياته عنده للقضاء عليهم ولما بتخلص المعركة بيوصل ديفل اقصى امكانياته ولكن بتعقبوا بيرسيكو بيعرفها بانه جمع غنام كويسة النهاردة فبيطلاحظ زي لسه انه تعم فبتروح تطلب منه انه يخلقها تدعمه وانه كمان تعلم انه تستخدم سحر السماء فبيسيلها والبما انك بترف تستخدمها لتسيف فاي كان ساب انسيف وكان بيتمرجح اسناك تلوم فبيعرفوا ديفي بالنهاية دي تكنية السيف المغور فبيخلي جسمه في حالة من السوق وانه وظفتها انها تدي لأمان للخصم بانه قدامه وابتدين لغاية ما يلبس ويزلوه فبيشتموها ولو بيكمل سرعة سبع عدم استخدامه السحر اسناك تلوم فبيعرفوا ديفي بانه ما كانش بحتاج انه يستخدمه واللي لو كان كسر الغلم كان يستخدم السحر عادي واللي بيخلي هول يرتبك ويقوله بانه مستحيل يكون بنادم وبيكملوا بعد عطالهم لغاية ما بيفتحوا بابه بالله ومكتبه كبيره وبيلعظوا ما التانين تواجهته للملك المسجون بالداخل فبيرروعوا بعد قالوا الطلاب وما بيدخنوا مع المسؤول وبيكونوا بيطلبوا منه انهم يساعدوا في مهمة البحث عن اصحابهم ولكن ساعته بيرفض وبيعرفوا بانه مدرك انه علانة على زمانه ولكن مسموح بس الفرسات الحقيقية للدخوله ولكنه فهيبقى خطر عليه واما لينيا اللي ابتباع مدائي من غياب ديفي وبيكونوا قتابي خططوا في اتباع المعلمين في ارشاد لمكان اصحابهم لانهم بيبولنين على ديفي اللي نزل معهم لتغيير الجلم بتاعه فبتولي انه ابنها نفسها تشوف تعبير والشهم لما يعرفوا بان الشخص اللي قالين عنه ده هو مبارس بارع فبينتيل بين المشهد لديف المصدوم وبولبني دي اول مرة اللي يشوف عالي لهم ونوكلوس وانه سمع كما في كتاب بن سعره ممكن يستقدموا العريف في صنع حجر الفلسفة فبيبقى منبار اكتر بحكمة الالات وبولبني النوادي ان نوال لازم القلب الجلم بتاعه واني القلب اذا كان بتاعلم بي ايفا استزلت الابحاس والوصفته اليوم بالصدفة وبنعرف سعره بان مفهوم المنا والكيمياء هي قوة الحاكم وسلطته واني بيستخدام الاتنين مع بعض انتجوا قلب نوال لا يمد الميجاترون بتقلة محدودة فبيبقى هاول وليس بيتفرق على ديفي اللي قادر على حفظ النواة فبيطلع في سعي تنسيفه وبيحاول يطلع الالة المناعة لحتى اجمته بيش بتأثر فيها وبيقول بانه مش هيبه احنين بعد كده وانه خيب بس من نظام الامن اللي عليها ولكنه المرضى يطلع كل قوته عليها فبيطلب منه مؤتاب انه بيتراجعوا لسلامتهم واول ما بيتراجعوا بيوجم على لو بيضر يسمع النصين وبيستخرج انه بيروح بعدها يقصر الازاز وبيخرج الهومونوكلوس وفي اسناء كلامهم مؤذرهم بتظهر فجاء ليفيا وهي حطى ايديه على عنق اليسيا وبيطلو بانها ما كانتش متوقع بانه يدر يحصل على انبوب وانه يدر يسلمها فبيقدر بها هاول وبيعجم عليها من علي منها وهو ما بيتطرب منها الاجمة بتغير اتجاه باستخدام ايديها فبترد تاني الاجمة الهاول وبيتعرفه بان اسمها ملفل وبيتدر التانية التطرف اللي بيتكلمه نسانة عن باية اسمه وبيتدلو بانه مفيش حد اصلا يعرفك وانه عرفته من الفيس فبيسالة ديفان اذا كان اسمه مشهور كده عندهم فبيتدع لانه كانت منتظرة لحظة قتلك وان المفروض دلوقتي ما يكون شوف معها لانه بيتوح على انفس بيحرقه فبيتحمس ديفي بولاب انه ما يعرفوش ولكنها بيتدلو بانه التعمى على نزيل اقرم بيتليه عواقب وخيمة وبيقول فسيرو بانه يسيب وراف المدينة الشخص يادر على زيمة مصص الدماء فبيتهدده ايفان وبيقول له يسلم الجنح والقلب اللي معه اللي هاتيتله فبتوحضي ليس تطلب من ديفي انه ما يدهاش حاجة وانها حتى الان فاهمان ولكن ساعتها بتصاب ايفان في طرف اصبعه وبيتسبب دفروبي لسه منها فبتستهدم ايفان ساعتها كل قوة وبتطلب منه الاستسلام علشان تعمل على تغارب فبيعرف ان نظام ديفي بانها هجيمة من نص باشر ونص مصص الدماء ولو عايز يتجوز فيها سنجل وبيتكمل ايفان كلامها باني لو سلم انا محدش هيتضار فبيطلع ديفي وقتها جوعر النوال اللي السواخد اعمل انا وبيضخه في جسد البنت اللي معها واللي بتسبب في طنشة جسمه وبتصدر صوت بيقول باني تم اكتمل تمهيد البرنامج الرئيسي فبتروح وقتها وبتوقف الكائن الغريب ده قدام ديفي وبتحط ايديها عليه وبتعمل عملية ارتباط عبر الدين وبتوقب بعدها الكائن ده اللي من المناسبة اسمها لون وبتحط ايديها في ديفي وبتوقب تجرب في كل حتة وبتبقى ايفان عدا بتفرج واني متحمسة تعرف اللي هيحصل بعد كده فبيتقول لون باني اسمحنا بجمع البيانات عنه فبيزع على ديفي بقول لها باني حط ايديها في مراخيره بعدها ناليتها لبقه فبتبتسم التانية بتقول باني تم خلاص الارتباط بنجاح وبتقول باني حددت الاداف واني تقاتل مصص الدماء عظم من السيد فبيصير ده حماسة ايفان وبتبقى فرحانة باني تاتلة فبيسالها ديفي عن زكاية ادر على لازمتها فبترد عليها لون بعد تحليلها عرفت باني هادر على الفوز باكتساح كمان فبمرة ديفي باني تروح تصحقها فبتطلع انه واتا برجت فا بتوجه نحي تراس ايفان وبتوجم عليها واتا بشوع سحري فبيصحى واتا هاول على صوته لسه هي بتصيح وبتقول لهم لازم ان يتحركوا بسرعة ولكن واتا بيحصل انفجار كبير وبيوصل لهم ساب مدفع لون فبيسالها هاولوا بقول لها اللي بيحصل هنا ولكنه بيقف بعدها متفاجئة بانه بيجازي لجوم عليه حاليا فبيحاول يقف لكنه بيبقى غير قادر على الوقوف فالوقت ده بيدخول ديفي وبينكز الموقف فبيسالها هاول على اللي بيحصل هنا فبيعرفوا ديفي بانه ما يلاشي من حاجة وانه هم منوكلوس اللي نجدي تبعهم فبيبتدي بعدها الديفتي تشينيج من صد اجمتها اللي كانت كوية لدرجة انه كان شاكك في النجا منها وبيكمل بطلنا بولب ان لون انتجه اكبر من الميجاترون بنسبة 90% وانه حتى عيب المقارنة ما بينهم وانه على الاله عندها اربعة دور سحرية وخمسة كمان وانه كده عندها الكوى الصحقة يخص ولكن سوكلها المرضي مش هيكون سال وده بسيط نقص خبرتها مش اكتر وفي اسنان كتلهم بيباخد ديفي ايفان من وراها وبولب انه ما فيش كون بنص على ان الكتل لازم ان يبقى شخص لشخص اللي بتتفجئ وبتبقى شكلها ما كاننش متوقع الغدر منه فبيستخدم ديفي تلت تقنياته وبيدميقهم مع بعض في هجوم واحد واللي بتسبب الهجوم ده بشكل جنب ايفان واللي بتعواته على رده على رغم من ضعف موقفه واصاباته اللي انه بتبقى عايزة كمان تعمل بحث على الصف بتاعه وحتى ابننا ديفي بيبام اتفاجه منه فبيتقول بان الصف انخلدوا الروبود ده عايزة تعمل عليهم بحثه ولكن اكيد مش هتفضل الموت وبتنسي بوقتها ساعتها فبتوقت توجم علي اللون وبتعمل فجوة كبيرة ولكن للاسف بتكون ساعتها فتلوانة وبتدري فان تارب فبيعرفهم بطلنا ديفي بانهم لو عايزين يطلعوا من هنا فلازم يطروا من هنا الفوق من خلال الفجوة لللون عملتها فبيرد على هاول بانهم يشيل شعام وبياخب معاليسيا وبيطيروا فلما بيحاول ديفي يشيل لون بيلايات يلا جدا وبيفشل في الطيران واما في جهة التلميس بيكونوا خلاص فقدوا صبرهم بيكرروا انهم خلاص مش هيفضلوا سكتين كده ولكن ساعتها بتفتح الحفرة تاني من تحتهم فبتوقمرهم المشرفة على انهم يتراجعوا فبيكون ديفي في الوقت داست بيتصالك فبتطلب من لون النيينجز في التسلق فبيرد على ديفي بان العجيب انها لسه شغل بعد التامس ونعم مدة طويلة وبيظن انها اكبر منه بكتير واللي بيخلي لون تدعي علي وبيخرجوا من الحفرة بسرعة فبفضل ضربت لون لديفي فبطوف اللي نفقدت الامل وبنعرف بنتم الغاية المرحلة الاستكشفية وللحمد لله انت الموضوع من غرائي وفياتها وضرار ولكن في الناحية الياجبية في الموضوع انه تم القتل كل من العضاء اللي راحوا يستكشفوا الدور التالت وبفضل دا يدروا يحموا متداربين المستقبل المنظمة وبسائم نزل ديفي وهو الولوسية في الحفرة تم التحقيق معهم وبفضل ان ديفي فارس متجول عد الموضوع معه على خير فبنروح للعضاء اللي احتماته بيكون المعظمي الخامسة بتشاور على ديفي فبيقول المعظم التالب بانه بتوقع بان ديفي دا اكيد تلميس فارس متجول قوي فبيعف المعظم الاول للموضوع بان ديفي هو اكثر متداربين موهبهم مستقبلهم مشرك وعلى رغم من انه انضم اليوم لمدة شهر واحد بس لكنه بيندرك تحت فئة المتداربين وبيقول المعظم الخامس بانه كان نفسه ان يشوف ديفي ولول مرة واحدة ولكن للأسف الظروف ما تسمعش فبيعط اصواتها ديفي بولبين في حد بيتكلم عليها فبيرد علي برسيك بني دا حاجة متوقع بسبب التدرج اللي عمله هناك فبيطلع بني ديفي رجع تاني للمدينة هاينز ولكن ببقى لسه شاغل دماغ ايفان وكان في الاصل كان عاز يخلص على مصص الدماغ لما راح بيستليه فبتيجي وقتها الينا اللي بتقوله بانه من قطر ما بيطور في الميجاترون هيخليهم يطيروا فبيعرفنا ديفي بانه عمل تجرب على لون عن طريق مواجهة الينا اللي دري تزيم افترد داية حتى وهي بتستهدم سيفك الدراس فبترد علي لينة وبتقوله بانه شاك انه قصدي هزاك كل مرة تيجي عنده فبتدخل وقتها ويلي في الحوار وهي بتجري وبتعرف ديفي بانه تم اكتشاف حاجة من الوحش مقام من 5000 وحشي جايين هنا فبيروح بعدها ديفي يشوف اللي بيحصل فلما بيبص بلايب ان الحاجة ده مستخبين تحت التلال عشان ما يتكشفوش وانه مشاكلهم كان عايزين يهجوموا على غفلة فبتعرفوا انه بدنا عددهم فائن 5000 زي ما قالت ويلي ولكنه بتمامش لايه مصص الدماء اللي كان بيتكلم عنه فبتقول برسك بانه لوحش ماشي من الزم غير كده وفي انواع مختلفة من لوحش ماشي مع بعض كيد واحدة فاكيد يوجد عقل مدبر لده كله وانه لو تنشر خبر زي ده فيحصل حالة زورة في المدينة فبيرد علي وليس انه يساعده في الحوار ده ولكن ديفي بيرفض وبيعرفوا منه مش محتاج مساعدة من اي احد فبيتطلع وقتام كعب بيحطه على ارض بولي لون انها تبقى جاهزة فبنرجع بالوقت ده شوية في المقاطعة وبيكون ديفي وقتها بيلعب في احداد ده فبتعرفوا بانه عنده موهبة القدر على معرفة رؤية اي حاجة فبعرفنا ديفي بني تم اكتشاف بني لون الاول كانت مجنحة ولكنه مش عارف اي سأب ان القدماء حولوها الغلب وادري يعرف كمان بني لون عندها القدر على التواصل مع الحاكم فبنرجع للون اللي بتنشط وقتها تشكيل دي سي بتكون فيه وبتبتدي بعد اتيت الفي جيش الوحوش اللي يتفاجهوا بالهجوم عليهم فبيسالوا قتاوليس على اللي بيعملوا لانه ده مستحيل فبيعرفوا ديفي بانه مفيش اي حاجة مستحيل عليه فبتطعم لونه وبتقول لدي فيب انه ما يتم حتى لانه احتساب الموتى وبتطلم من ديفي المشاركة في القتال فبيرد عليها بانها تقدر تخرج تلعب بس بشرط انه ما توسخش لبسها في الطين واللي بدورها ما بتسدد تستخدم منتها في استخدام سف الهالة وبكدة حالة حالة الطارق من غير محد يارف فبينتيل بين المشاد وقتها الشخص المتخف بيجري في الزقاق فبيقابل في طريق يوري اللي بيستفزه عن طريق سؤاله عن اي نوع منها الحشرط هو وبتكمل بينها سمع الدوشة براء القلع وعن اذا كان هو السبب ده فبيطلع بان الشخص ده مصص دماء اللي سايته بيهجوم عليه فبتلزا يوري في الحيطة وبتقول بينه مصص الدماء كتره اليومين دول فبيعدي بين الوقت البعدي اسبوع كامل فبيبقى دي في ملان بان ما فيش ايه اجابة جديدة من ساعة اخر مرة فبيسألوا اللي سايته اذا كان التعرف تجيب له حجر الامر الاحمر فبناء رب بعدها بان الحجر ده بيستخدموا لاغنية كاستصورات فبتسألوا اللي اذا كان لها نصه التاني ونوي يديه للحجر ده فبيعرفهم بان ما لوش في المحن ده وانه نوي يعمل بها حجر مانا فبيكون غرضه الاساسية زادة انتاجية الميجاترون وانه لو بيبتلك كل اللي هو عايزه اتبع مسألة الصنع مسألة وقت مش اقتر فبترد عليه انه بان الطلب عليه متزايد بسبب انه بناه وانه حاليا مش لائله تصريفة فوق زانيته فبيقول لها ديفي بانه عدمت الفائدة واللي بدوره بتروح تتفاهم معه بكل اهدوه وحنية فبقول لهم قوليس بانه حفل قصر الاندريس قرى بيبدأ وبتكون وانه للمرض اللي هتروح الحفلة مع قرس ابن الارع وانه كان نفسها ترح هناك من زمان فبيطعوا ليسوا بعرفها بانه مع واحدة لو عايزة تشرب لامون معها ولكنهم بمش فاهمين ازاي دي فيما استلمش دعوة فبتعرفوا لنا بانه في الحفلة ده بيتبع احجر نادرة زي اللي بيدور عنها واللي بيخلي عندي بالتلمع وبهم يقول لي ويلي بانه لازم انه ولا بدني وصائل الحفلة اللي ضمان سلامتها فبيروح بعدها ليري اميرية امبراطورية لاندريس فبنعرف بانها جينا وبسبب ان المرض جالها فجأة من 3 سنين في انها بقيت مصخرات الامبراطورية وبيبقى اسم المرض ده هو دم الشيطان اللي جانه وهي عندها 13 سنة منقوش علاج وبسبب ده فضلت بتلبس قناعه علشان ما حدش يشوفه الشه فبيتلعيان البرول جونيو هو المسؤول عن علاجها اللي بيحاول يخفف عنها وبيعرفها مسألة وقته وتخف وانه رايبقى تبع حفلتها لبلغة 18 سنة وانه بيضمالها بانها تقدر تخش الحفلة من غير القناع ده فبينتلبنا المشهد لديفي اللي على الرغم من التاخير انه اخيرا حصل على الدعوة وبيكون مكرر بان الشيكته هتكون اخته واللي اللي خدها مع عائلين الامبراطورية بالان فبيترافولهم بانهم حتى الامن واش قادر عدوة لكنها بتقترح مراقشة التدابير المضادة فبيعرفها بان خلاص الموضوع تم فبتسأل لون عن انه يوضح اكتر فبيدخل وقتها يوري اللي جاي تقدم الشاي فبيشكولها ديفا عن شغلها اللي عملته اخر مرة وانه رايح الحفلة واسنها موامش هنا تبقى المدينة تحت تصرفها فبتعمل يوري نفسها مش عارفة حاجة وبتدعي بانها خادمة عادية فبقولها بانه كان فاكر بانها كانت جاية تاخد حاجة وتجمع اقبار وتمشي وانه مفيش خادمة عادية شاي الصراير اللي بتعمله ده وانه نوي يحول المنتج ويصدر لغاية ما بيبقاش بيت ما فوش شاي الموقوسة فبروح بعد البابة المانة الخاصة لعاصمة الاندريس واللي بتبقى واسلة ما بين الامبراطورية بسبب طول مسيحيتها وبفضل ده ما خدتش منه مراحلة كتير فبتبقى برسيك مبهورة بمالة تطور الامبراطورية عن اخر مرة شافتها ودبسة بختمها داخل كالدرس اللي فضل ما كانوا مخرجش يتشامس ولول مرة واحدة فبيعرفهم ديفي بان رياد دولهم مباناتو اللي بيؤدي الى تهنيج الاستيعاب عندهم وبيقول له اللي سوى بيسيح بن 24 سنة وسينجل وبيموت هنا فبالروح وقتها القاعدة حفانات لقصر عيدة ليندس وفي نفس الوقت بيدخل الى نووسه وبيزبعهم ديفي متخطي موضوع تعبير خدم على الشكر والتأدير وبيعرف ديفي ولي بان لو اي حد دهيقة تقدر تجي تقول له واللي بتسمع كلامه بعد اول قطوطين بيتلمي جميع انحاء النبلاء قدامه فبيسلم ديفي تسليمه اهله وبيخلع فبيعرفنا ديفي بان الاجبال اللي كان على ولي ولا حاجة وقابل الاجبال اللي كان على وليس السنجلي كحيانه وامريد بلان واسنها فترة الراس فبتروح واللي تستريح شوية من التعب فبيتقابل كارلوس بالغلط اللي بيقول لها بكل غرور اللي جاب واحدة زيك هنا والزيم اللي لاستم دعوت واحدة زيك وبيوصل الشجر ما بينهم لطرد كارلوس لها من القاعة ولكن وقتها بيدخل ديفي اللي بيشوته وبيقلبه على راسه فبيهم بعدها وبيتوعد ديفي بالانتقام منه ولكنه بما مش ملاعز بالنهاراته وبتلمع اكتر من فلاش الموبايل فبياخد نفسه بعدها وبيطلع بصرها خارج القاعة فبيتقول له برسك عن النهاراته بتنور اكتر من الشمس وبيتكمل الحفلة كما كانت ولا كيانا حصل حاجة فبتسألوا لينة عايزة كانه ويعدي الموضوع مع كارلوس فبيجيوب عليها بانه يطلع المسرح وعياد يتنمر عليه فبيسألوا لينة عام من الحفلة مع مونالو فبتعرف بان انت حفلة بلوغ ريال سن الرجد وفي نفس الوقت بتدخل ريال قاعة فبيقف ديفي مونداشه مصدوم في نفس الوقت وبيبقى شكله يدري تعرف على المرض المصابة بي فبتسألوا لينة عزة كان قادر على الشفاء فبيجيوب عليها بان الموضوع عبارة عن الدخلة وانه ما ينفعش يروح يولاه هل من الممكن علاجك وانه في اي حال كان اي ساعدها لان المرض ما ينفعش يفضل في العالم او في الوقت ده بيعدي شخص من جنب ديفي وبيروح يطير القناع من على وش يريا ولكن لحظن الحظ النور بيتطاواته فبتستغل اريا الموقف ده بتطلع تجري ويها بتعيط وبتقول بان مش عايزة حد يشوفها ويها في المنظر ده فبتعرف بان عمرها ما خلعت القناع حتى قدام ابوها واني الناس اللي شافوها بس هي البرون وخادمتها وانه كيب بتتمنى انها تشوفها وتروح تشكر الشخص اللي انقاذها فبيجي ديفي من دارة وبيارد عليها مساعدته لها واللي ساعدة بتسحب القناع منه وبتلبسه وبتسيبه وبتمشي فبيحاول ديفي وقفها ساعدتها لكن بتعرفوا بانها شافته قبل كده وكانت مش عايزة تقابله بالشكل ده ولكنها بعدها بتستوعب بنتعبير ديفي سابتزامها هي بعد ما شافوا الشاه وفي الوقت ده بيعرض عليها ديفي انه يساعدها في علاج مرضاء وانه شاف ناس كترة كانوا اقبح منها في حاجة زي كده ما كايش يتصدموا على اي حال وبيعرفها بانها محظوظة جدا بانها لسه عايشة لان الناس اللي كانت عندها نفس الفيروس وما تطور عندهم ماتوا وانه حصل على ترها سحرية لحل مشكلته عن طريق معالم تقنيات طبيعية فبيعرفها بانها لازم انتصق فيه وانه علاجة هياخد منه هم اربع ايام فبيتقوله بانها ابتصق فيه وبيتنام على كتفه فبيشيلها ديفي وقتها وبسبب حصد الكناب انه عنده بيتجمع كل الحراس حواليه وبتدخل كمان لون اللي بتهددهم وبتزود الامور كمان صعوبة فبيدخل وقتها لامبراطور سورد فبيقوله ديفي بانه بيتزرع موابليته اللي في الشكل ده وبيطلب منه يقف الفرسان لان سلامت المريض دايما تفضل في الاول فبيدع لوقتها الحراس وبيسألوا اذا كان يتجرع عليهم ولكن جلالته بيوقفهم وبأمرهم بالعودة فبيعرفوا ديفي عن نفسه فبيعمل الملك نفسه مش فاكر فبيكمل ديفي بانه بارون جونيور فشل في علاجة بسهب حالته المتطورة فبيقوله الملك من طريق كلامه فهو قادر على علاجة ولكن يبقى عندي ديفي شرط بانه ياخد كل احجار المزاد بكرة وفي المقابلة يتأكد من علاجة الاميرة وللو فشل يسمح له بقطع راسه لو عايز فبيوفي سيو على عرضه بيكمل على ديفي بانه لو نجح هيخليه حليف كمان لمملكته ويدله كل حاجة وعايزة فبيش بيسدى نفسه ديفي بانه مقطعتها يتزاتي بقى تحت احمية امبراطورية لندريس وبنعرف بان الحفل يكمل عادي بعد القطاع القاربة وبنعرف كمان بان طلعت اشعب بانه بلاء بان الامير ديفي بيعالج اريا فبيجري وقتها البصو بيعرف الملك بالنار يا بلاء يومين ما بتتكلمش وانه كمان بيشك في ساحة كلام الشخص ده فبيرد عليك انه خلاص خد قراره ومش يرجع فيه وانه كمان يدور على الجاني اللي خد القناعة منها وبيكون بيقول بانه حاسس بان الفتى ده مش عادي وانه حاسس بربا منه مش شفاش غير معلمه اللي كان اعظم سيد سيف وبيطوقع سيو بان ديفي هو اللي قطاع النور وانه محتاج يرابه اليومين دول فلما بيجي اليوم الرابع بتسحى اليه بتوطي ندي على الخادمة علشان تجيب لها اقناعها فبيتأديها وبيتطرفها بانه جنبها وانه كمان مش هتحتاج خلاص القناعة الثاني لان الامير اعالجها وانه وهي بتغير لها تقدر تقول لها بانها تنافس اجمل خمس بانات في القارة وبتدي لها بعدها جاوب كان سيب ولا ديفي وبتروح بعدها تفوقي الضمضات فبنروح في نفس الوقت الديفي اللي بيبقى واقف مع الشيلا وبيبقى مفسوط واللي بيسيلوا عن سابق اختفاءه حتى انه مجاش مزاد بارح فبتدخلوا هتاقرية لمقابلة ابوها واللي بيروح ساعة اياض مع ديفي عن انفراد اللي بدرو بيقدمه ديفي وصفة تبقى عليها لمدة شهر فبيعرفوا بانه مشنو يخلص تعمله معه بشوات حجرة حمرة رخيصة وانه كمان هيدي له خاتم بتاعه وبيطلب منه ان يكون الطبيب الامبراطوري الخاص باقيتهم فبيرفض ديفي في وقتها فبيقوله بانه حر وان المملكة هتنفذوا عودين لما بينهم وانه طالما الحر مش بيهدد سلامة الاندريسة يساعده ثلاث مرات وانه حتى لو المساعدات خلصت فانه ما يفضله برضو حلفاء ليه فبينصدم ديفي من قدرة العطاية اللي نزل عليه وبيقول بني دي اعتبقى ده حلوة ضد شخص مدوخه اليومين دول